موسيقى مشاهديني الكرام اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من عيناء البرلمان دائما اتابع مع حضراتكم كل ما يدور ويحدث تحت قبة البرلمان المصري موضوعات كثيرة يمكن بالفعل ترأت على الساحة خلال الفترة الاخيرة اليوم سأتحدث مع حضراتكم وهنطرح هذه الموضوعات ويسعدني ان يكون صحبتي خلال هذا اللقاء وهذه الحلقة السيدة النائب الدكتور صلاح صبالة رئيس حزب الحرية ايضا عضو المكتب السياسي لإتلاف دعم مصر وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان طبعا بقرحب بحركة البداية سيادة النائب اهلا بك يا سيد ناشو اهلا بكل مشاهدين مرع فاضل اهلا بحضرتك ويعني منورنا فيها البرلمان حابب ان انا اتكلم كده يعني زي ما ابتديت في المقدمة وقلت ان احنا الفترة الاخيرة طرأت احداث يعني واضحة جدا وبرزة على الساحة بشكل عام يمكن ابرزها يا سيادة النائب التفجيرات الارهابية اللي للأسف استهدفت يعني كنيستي بطنطة والاسكندرية انا في البداية حابة ان انا اعرف تعريق حضرتك وبعدك ان اصطرت في الكلام لا خلينا اقولك ان دايما انا كنت من الناس اللي بتأكدوا بترسل رسالة للمصريين وبتصريحوا من احنا على فكرة بعد تلاتين ستة واستعادة الدولة المصرية عندنا ضريبة ندفع ضريبة في مواجه الجماعة كانت تستطر تحت الدين وكانت افعالها كلها على فكرة تميلة للعنف تاريخيا فبالتالي استبعادهم من سدة الحكم في ذلك على وقت تلاتين ستة 2013 ده كان يعني على فكرة ان انت تستدعي نموذج العنف القديم لجماعة الاخوان فمع تطور بقى طبعا التقنيات ومع الدعم من الخارج لاستهداف مصر فما بيناش نواجه عوم في بس او عملية اختيال زي تاريخ الاخوان لا بينا بنواجه محاولة الاختيال الوطن ومحاولة الارهاب الوطن والشعب هذا الوطن اللي هو الدولة المصرية فاحنا دي فطورة وضريبة بندفعها لاسترداد شيء غالي جدا وهو استرداد الدولة المصرية واسترداد هذا الوطن فبالتالي احنا متوقعين الحوادث الارهاب تستمر وكانت وستكون انما مع تلاحم الشعب المصري واردته العظيمة ومواجهته لهذه الحوادث الارهابية انا شايف ان احنا قادرون على ان احنا نتخطى هذه الحوادث ونتخطى هذه الصعاب ونستطيع ان نستقر بهذا الوطن لنصنع مستقبل افضل سيد النائف حضرتك عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان وهي يعني انا عن نفسي باعتبارها قلب المجلسي يعني يعني ايه اللي اللجنة ممكن تكون بتعكف عليه خلال هذه الفترة فقط قانون الاجراءات الجنائية ان هو يحارب الارهاب ولا ممكن يكون فيه موضوعات اخرى وزي ما انتو قلت على فكرة مش مش اللجنة التشريعية والدستورية مش بوابة المجلس مش بقلب المجلس بس هي بوابة المجلس يعني هي اللجنة المعنية بالاختصاص الرئيسي المجلس النوبة والتشريع فبطور عاجب كل التشريعات حتى التشريعات اللي اتا مر عبر اللجان النوعية من حيث الضبط التشريع والدستوري والقانوني فالمسألة ان اللجنة لازم تتفاعل مع الحالة المصرية اللي موجودة حاليا احنا امام حالة الكاسرين من المصريين يسألوا اين مجلس النواب من اصدار تشريعات تساعد دولة مصرية ومؤسساتها على مواجهة الارهاب وكنا كان فيه مطلب جماهيري ومطلب رئاسي على فكرة مرئيس عن فتاح السيسي لما قال انا بدعوا مجلس النواب لاصدار تشريعات سريعة وبراجع قانون الاجراءات الجنائية لتلاشي او لتجاوز صعوبة او بطء في التقادي وبطء في حزم عدد من القضايا الارهابية اللي بتنظر امام حكم الجنايات عشان كده احنا كنا تواصلنا مع وزارة العدل وقلنا لهم يا جماعة احنا منتظرين احنا نبدأ نشتغل في قانون الاجراءات الجنائية فالله قدونا مهلة معينة ان احنا بندعو الى مؤتمر والمؤتمر ده هينتعي الى اصدار مشروع كامل جديد لقانون الاجراءات الجنائية ادينا مولا دي مرة واثنين وثلاثة وانتظرنا وكانت اخر تنتهي في يناير الماضي للأسف يامة ايان لم يأتي هذا المشروع عشان كده بعد الحوادث الاخيرة اللي هي في كنيسة الطنطة وكنيسة وكنيسة الاسكندرية على طول بداية انا تقدمت بمشروع معي عدد من اعضاء اتلاف ده عن مصر بمشروع لتعديل قانون الاجراءات الجنائية وعدلنا عدد من نصوص قانون تقريبا خمس نصوص في قانون الاجراءات الجنائية وعدد من نصوص في قانون حالات الطعنة امام محكمة النقد وايضا تعديلات في نصوص قانون الكائنات الارهابية وقانون مكافحة الارهاب يعني كانت حزمة من التعديلات على العدد من التنشعات مش قانون الاجراءات الجنائية بس وبالفعل عدلناها بحيث ان احنا نحق اهدفين رئيسيين العدالة الناجزة اللي بينشودها المصريين اضافة الى تسريع اجراءات تقاضي لان فيه بعض محاكم الجنايات على فكرة بتاقف عجزة امام بعض النصوص التي يجب ان تستكملها وتلكزم بها عشان المحكمة تبقى عادلة وناجزة وفي الاخر احنا بنسألوا منتو يا جماعة الحكم بطيء ليه يعني واحد زي عادل حبارة ده قعدت حاكم تلت سنين ده اه لا فيه مشكلة اعترافه وتبجعه في مواجهة المصين اه انا عملت كده ولو اوتي حتليها فرصة هيأتي الجنود تاني ومع ذلك المحكمة وقفت عاجزة غصب العنى ان هي لازم تنظر تنتسمع الى كل الشهود اللي بطلبهم وبعد ما تزرحوا معها في الجنايات تروح محكمة النقد ثم يعود لديرة اخرى في الجنايات ثم يعود مرة تلتة ربعة لمحكمة النقد ثم تتحول محكمة النقد في المرة الخمسة الى محكمة موضوع في اجراءات طويلة جدا احنا اختصرنا هذا الكلام في تعادلات على بعض نصوص قانون الاجراءات ان محكمة النقد منذ اول طعب تتحول الى محكمة موضوع وتقيم الدعوة وده بدل ما قضية الجنايات كانت تمر بخمس محكمات بقت تمر بمحكمة اتقلص من راحل التقادي بالتأكيد يعني انا في تقدير الشخصي بعد هذه الاجراءات والتعادلات اللي اجريناها على قانون الاجراءات الجناية اعتقد ان من المفترض ان اكثر محكمة امام احكمة الجنايات والنقد تاخد سنة من سنة لسنة ونص ده على اقصى تقدير انما رغم هذه التعادلات انا عايز اقولك بقى كرجو كامون ما زلنا في حاجة مساء الى اعادة النظر كليا في قانون الاجراءات الجناية وده خلانا بقى على فكرة واحنا بنعمل التعادلات الاجراءات الجناية قلنا للحكومة يا جماعة احنا منتظرين من وزارة العدل في مدة اقصى نهاية هذا الشهر الجاري ان انتو تجبولنا مشروع كامل اللي هو ان انتو وعدين بيه وعدين بيه وتقولوا احنا عملنا في يوم اطمر تجبولنا مشروع كامل لتعديل قانون الاجراءات الجناية عشان يبقى في الاخر احنا بنؤسس لبنية تشريعية جديدة من الاجراءات الجناية اللي يتحقق بقى العدالة الكاملة تحقق الانجاز والسرعة في البد في هذه القضايا تبقى المسألة مرتبطة بقالية عصرية اللي انا عايز اقولك يا ساذا ناشوة قانون الاجراءات الجناية اللي احنا بنعدل فيه النهاردة ده من سنة خمسين يعني قرب على سبعين سنة اه اي نعم تجرى تعديلات على فترات متبعدة ومتبينة انما في الاخر ما ينفعش وانا بعمل اجراءات جناية تواجه سلوكيات معينة وتجاوزات معينة ومخالفات قانونية معينة وجراءات معينة في سنة خمسين هي اللي تعامل بها في سنة 2017 بالزبط كده فالكلام غير منطقي فانا انا بتمنى ان وزارة العادل والحكومة مصرية تلتزم هذه المرة وترسل لمجلس النواب مشروعها الكامل لتعديل الاجراءات الجناية ما قبل نهاية ابريل الجانب يمكن يا ستة نائب الناس زعلانة شوية نقول لان قانون او تعديل قانون الاجراءات الجنائية يعني يا طبع من شهر نوفمبر 2016 واحنا بنتكلم في نفس الموضوع ومفيش اي خطوة اخدناها دي تخلي الناس تقول يا جماعة انتوا شايفين كل يوم بيحصل حاجة وانتوا مش قادرين تحطونا حد لدوت بس خلينا اقولك بس حاجة يمكن لازم برضا عشان يبقى مشاهد مليم احنا كلنا كمصيرين كمواطنين انا نفسي يقول لها اي جاعة ابعاب المبقناء بانا مواطنة ونفسي يبقى طالب بنفس اللي بيطالب بيه المواطنة انما في الاخر التشريعات صناعة صاقيلة ومن صناعة خفيفة يعني من الصناعات الصاقيلة جدا صناعة القوانين والتشريعات بمعنى ان انت ما تقدريش تندفعي وتشرعي بما في بعواطفك وبانفعالاتك التشريع ده يجب ان يتحكم فيها حاجتين العقل والضمير الضمير القانوني للمشارع يجب ان يكون حاضرا في كل حرف عشان كده احنا مثلا ممكن نقض في نص واحد في نص واحد عشان نطبط سياغة ونغير او لواء او وال او نقض نتناقش فيها فترة كبيرة جدا ليه لان احنا ما بنعملش تشريع لحالة احنا بنعمل تشريع لحالة لحالة عام للشعب للمتقادين لناس ليه حق وناس مدعية بغير حق فانت لما بتعملي هذا القانون في الاخر انت الهدف منه ان انت تصنعي جو من العدالة مناخ من العدل مش تبوس ايه تنفعلي على حادثة معينة تقول لعملها تشريع مع تسعتين مفيش دولة بتشرع بهذا الشكل عشان كده انا بقى التمث العوز لكل مواطن بيندفع بقول يا جماعة في مجلس نواء بتليه ماخرين تشعاد انما ارجو ان هو يلتمث لنا العوز لان احنا بنشرع بضمير القانون مش بعواطف انسانية لا العواطف الانسانية بتبقى غالبة واحنا بنحس بقلب الحادثة انما ما ينفعش واحنا بنشرع نقول ايه احنا متألمين من الحادثة دي فنندفع ونعمل قانون او تشريع او نص قانوني يعالج هذه الحادثة لا احنا بنعالج المجتمع ككل يعني التشريعات دي على فكرة هي الرشيدة اللي بتوصي فيها لأي مجتمع اه طبعا فالامراضه كلها مش تبصي العرض واحد يعني مش تبصي العرض واحد اقوله مرض واحد بالضبط يمكن كان فيه ناس تكلمت وقالت ان هذه التفجيرات كان المقصود منها يعني اخافت بابا الفاتيكان والمن المفترض ان هو يعني يقوم بزيارة الى مصر ولكن يعني هو احد الرموز الدينية الشهيرة جدا على مستوى العالم وهو طلع بيان ان هو فيزور مصر رغم ما حدث شايفها رسالة طمأنة وثقة لا انا اقولك ان مثلا يعني يشوفي رغم محاولات الخاسيسة لترويج المشهد المصر على انه مشهد غير مستقر ومشهد مليء بالحوادس الارهابية والاستهداف للمصريين وغير المصريين انما اقولك انا لفيت يعني مع عدد من الزملاء في مجلس النواب عدد من الدول منهم من الولايات المتحدة الامريكية واسبانيا وفرنسا وعدد من الدول العربية لا الجميع يصلك تماما في ان الدولة المصرية نموذج مختلف غير الدول المحيطة بينا لا انها دولة مستقرة انها دولة اامنة ان كثير من السياح والقادمين الى مصر يعيشوا في امن وفي سلام ودون اي تهديد فالمسألة النهاردة رسالة بابا الفاتيكان بتؤكد ووقع بتعيشوا الدولة المصرية يعني بتكرى حقيقة ان الدولة المصرية دولة مستقرة وامنة وان الحادث التي واجهته مصر واجهته موجات اكثر منه عنفا وارهابا المانيا وفرنسا وامريكا وروسيا وكذا ومع ذلك انا بقولك لا احنا 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 افضل حالا نكسب بكثير بس هو المشكلة ان يمتي بيحصل حادث ارهابي في ألمانيا وبيحصل حادث ارهابي في روسيا في محطة بوتلسبورغ وبيحصل في بريس وبيحصل في امريكا انما مفيش حد قاعد حاطك كده شاشات تلفزيون على الحوادث دي بيقول لان مصر مستهدفة او لما بيقول للناس ان مصر مستهدفة وفيهم امرة يقولك يا جماعة بلاش تخضعوا نظريتهم امرة الحقيقة ان انا امام امرة الحقيقة ان انا امام شاشات عالمية مدفوعة الاجر عشان تروج لمسألة ان مصر دولة تعانم الارهاب وتعانم مش عارف الانقصام وتعانم من عدم الاستقرار الحقيقة ان احنا نموذج مختلف لان ان انت العمود الفقري للمنطقة دي والاستثناء الوحيد لقاعدة تفكيك الدول الموجودة في المنطقة دي فانت ما زلت الاستثناء الوحيد وما زلت الدولة الابية على مخطط التفتيت ده ومخطط الاسقاط ده جابوا لي الجماعة تعتلي الدولة المصرية اللي تختطفها انت ماشيت الجماعة واقعدت كدولة فالحقيقة ان انت انت مستهدفة او مستهدفة انما بقول لا ان احنا احنا في الاخر الدولة دي محتاجة مش تحالف مؤسسي بس وتكاتف مؤسسي بس محتاجة تكاتف شعبي لمواجهة هذه الظاهرة ولكن يمكن الاحد الماضي كان عيد الاخوة المسيحيين وشوفنا الدنيا كانت مستقرة ويمكن بالفعل عاثروا على عدد من القنابل وتم تفكيكها الحمد لله والناس كانت بسلام الناس بتقول يا ستة نائب ليه مدام مش اخذ هذه الاحتياطات منذ البداية ليه منستنى ما المشكلة تحصل وبعدين نبدأ ناخد احتياطاتنا في عالم الجريمة وانا برضو بقى اتكلم لك رجل القانون في عالم الجريمة لا يوجد امن في اي دولة من دول العالم باي تكنية قادر على منع الجريمة منعا كليا يقول لي خلاص مش انيبقى عايشين في دنيا مش في دنيا صح انيبقى عايشين في جنة بقى يعني جنة الرضوان وعايشين ومستقرين وامنين انما ترى ما عايشين في دنيا او في دولة تأكد تماما ان هناك محاولات الاستدافع اي دولة مفيش امن قادر في العالم كله يمنع جريمة يقول ليه طب هو الامن ليه ما منعش في فرنسا طب هو الامن ليه ما منعش في ألمانيا وعايز اقول لك حاجة بقى احنا دائما بننظر للحادثة مبننظرش للاجراءات التي سبق هذه الحادثة هو منعت مئات الحوانس يعني فيه اجراءات وضبط مرائم يعني المشكلة الفرق يعني احراج انا معايك في الحراج بتقول ولكن هناك اختلاف اختلاف ان كان متوقع ان يحدث تفجيرات يخلالها بليون تمام طيب انا اقولك انا حاجة واحنا عادينا هو مع بعض في مكتب زي ده دخل علينا الطبيعي جدا ان الامن بيمنع اللي داخل انما لو دخل على المبنى كله مثلا واحد بحزام ناسف وضبطوه ومنعوه وده اللي حدث ده اللي حدث الكنيسة المرقصية في اسكندرية ان هم بالفعل منعوه يخش منعوه يخش فلما منعوه يخش عمل ايه؟ فجر نفس فجر نفس فهنا لو بتكلم عن اجراء امني فالاجراء الامني تم وبشكل وقائي وسليم في مكانه انما خلاص ده واحد الكشف فراح مفجر نفسه مفجر الحزام الناسف فبتكلمي ان المسألة هنا اصعب الجرائم الارهابية التي منها ممكن ان يواجهها اي جهاز امني هي الجرائم الامتحارية ان واحد داخل ما عندوش اي مشاكل ان هو يضبط ما عندوش اي مشاكل ان هو ينكشف انما هو في الاخر هو داخل عارف وقت ما يضبط عيدو الزرار يعني هو حق ايدو كده ده الزرار حصل التفجير فانما في نفس الوقت خدي بالك حديد الكنيسة المروسية على وجه التحديد لو كان عدة من الباب ده كانت هتبقى كارثة مصرية مش كارثة بقى حدثة الارغبية لان خصوصا ان البابا توادرس كان موجود على فكرة في هذه الكنيسة يعني كان موجود في هذه الكنيسة فالمسألة هنا انا بقولك لو بقيم اجراءات امنية لا انا انا اكافئ اكافئ واحيي الاجراءات الامنية اللي منعت تسرب او تسلل هذا الارهابي الى الداخل ففي الاخر انت بتقابل واحد عبارة عن كنبلة متحركة صح صح والله ستناعي بحنا القوات الامن الموجودة هما مننا واحنا منهم في الاساس يعني حتى انهم هما شخصيا احنا نهتم به بشكل كبير جدا يمكن حضرتك في كلامك وانا هلطقت من حضرك اطراف الحديث وحضرتك قلت ان نحن مستهدفين من الخارج طيب يعني انا في حاجة كنت عايزة اخد رأي حضرتك فيها يمكن شوفنا خلال الفترة الاخيرة زيارة الشيخ تميم الى اثيوبيا وزيارة ايضا الشيخ هاموزة الى السودان ويمكن بعدها يعني شوفنا عدد من التغيرات في الاراء شايف ده ازاي لا خلينا اقولك على فكرة بوسي انا بس عايز افرق ما بين الشعب القطري هو شعب عربي بنحترمه وبنقدره وهو شعب قريب جدا من المصر من الشعب المصري وما بين من يحكم قطر بالتأكيد على فكرة اثبتت المشاهد المتتالية ان من يحكم قطر لديه مشاعر بالغة العدائية للشعب المصري والدولة المصرية ويمكن اخر هذه المشاهد ما حدث من تميم في كلماته لما قال تحدث عن الجماعة الارهابية على انها جماعة يعني مفترض مش كل يختلف سياسيا ان ندع عليه السنفة الارهاب وواصل الارهاب وان خلافه كلام تميم ومواكف تميم ومواكف الادارة او الحكومة او من يحكم قطر انا بقولك لا مواكف تبين ان هناك مشاعر عدائية وحاقدة على الشعب المصري مش على الحكومة المصرية بس وانهم حينما تحالفوا مع الشعب المصري تحالفوا مع جماعة تابعة ليهم وتعتمر بأوامرهم ولم يتحالفوا ويدعموا الشعب المصري بدليل انه هما يعني لو تتذكري لما بعتوا منح المصر او كرد لمصر كان تقريبا عندما اتذكر ثلاثة مليار دولار بعد اسقاط الجماعة طلبوا مصر برد المبالغ وبالفعل على فكرة الادارة المصرية والدولة المصرية والقيادة السياسية قالوا اولى اولوياتنا ان تسدد اموال كتر وسددت ليه عشان انه كان اكد نحنا لسنا في حاجة الى منحة ومنا من دولة زي دي او من حكومة زي دي بلاج عشان الدولة دي تعمي الشعب وانا انا بقولك لا يعني انت كان تماما ان هناك من يعبس باستقرار وامن الدولة المصرية وهقولك ان من يحكم قطر ضالع تماما في هذا المخطط للسيدة في الدولة المصرية طيب انا هستكمل طبعا اللقائي مع حضرتك وحديثنا ولكن بعد الفاصل مشاهدينا الكرام هستكمل ان شاء الله مع حضراتكم لقاءنا سيدة النائب الدكتور صلاح حصاب الله ولكن بعد فاصل اول وقصير استنونا مشاهدينا الكرام اهلا بكم مرة تانية نستكمل لقاءنا سيدة النائب الدكتور صلاح حصاب الله رئيس حزب الحرية وايضا عضو المكتب السياسي باقتلاف دعم مصر وعضو اللجنة الدكتورية والتشريعية في البرلان اهلا بك نستكمل مع حضرتك فيما يخص اللجنة الدكتورية والتشريعية يمكن انا حابة نتكلم عن ازمة تم طرحها خلال الفترة الاخيرة بشكل جلي جدا واضحة جدا بان انا بنقراها بشكل مستمر قد يكون يوميا وهي ازمة السلطة القضائية يعني يمكن بالفعل حضراتكم ارسلته القانون مقدم من سيدة النائب احمد الشريف لمجلس الدولة ولكن مجلس الدولة ارسل لحضراتكم برافض هذه التعديلات ومصحوبة بملحوظات خليني اقولك ان ده يمكن الاسابقة لم يحدث مثلها من قبل يعني انا عايز تعليق حضرتك في البداية لا خليني بس اقولك ان اللي بيحكم علاقتنا على فكرة بالسلطة القضائية عموما بالسلطة القضائية عموما هو مادة خمسة من الدستور المصري التي بتؤسس للفصل مباين السلطات النظام السياسي للدولة المصرية ومعلى اساس مبدأ الفصل مباين السلطات ان هناك سلطة قضائية مهمت انها تراصل لفكرة العدالة والمبدأ العدالة وتحكم بين الناس وتعيد الحق الاصحاب وان هناك سلطة تنفيذية تعمل على تحسين حال المصريين وتقديم خدمات اليوم وادارة الدولة المصرية وان هناك سلطة تشريعية مهمة الرئاسية حاجتين التشريع والرقابة وهنا التشريع على فكرة بمعناها هي سلطة المختصة بإصدار كاف التشريعات لما اجينا اقول ان ده اختصاص ليه لو تحول الموضوع وحتى وفي وجود نص دستوري ان هو بيقول لي خد رأي هيئات قضائية مثلا او خد رأي كذا او خد رأي كذا فيما اتعلق بالكوناتين مثلا اخذ الرأي ليس معناه الزام بالالتزام بهذا الرأي اخذ الرأي هو رأي استرشادي واني شوف الناس الممتنين هذي المينة رأيهم ايه في الموضوع ده انما ليس ملزما لمجلس النواب يا الا بقى مثلا اجي وانا بعمل قانون نقابط المحامين ابعت لنقابط المحامين تقول لي لا انا رفض القانون ده وعملو القانون ده او السلطة القضائية تقول لي ان رفض القانون ده وعملو القانون ده والسلطة مش عارفة اجل المثلا نقابط العلمين تقول لي اعمل القانون ده يتحول تتحول هنا السلطة التشريعية الى اداة في ايدي من يريد ان يشرع يعني اي اي هيئة او اي انقابة او اي جهة تريد ان تضع مشروع قانون لها تروح عاملها هي واحنا نيجي نبصب عليه ونصدره ويبقى هنا حصل يعني افتئات على دور السلطة التشريعية اللي هي موسلها في مجلس النواب احنا لما بدانا نناقش هذا القانون ارسلنا للفكر التزمنا بنص الدستور وارسلنا الى الحقيقات القضائية يا جماعة احنا لدينا مشروع قانون قولنا في رأيكم لما ارسلنا هذا القانون لم يرد علينا الا نادي القضاء فقط فقط ولقينا بعض الهيئات والجهات القضائية راح تعملها مؤتمرات صحفية وبترفض فيها هذا القانون هل يؤمن انه حينما تتعامل مؤسسات وسلطات مع بعض انا قدرت هذه السلطة القضائية على الفكر اللي احنا بنقدرها جدا وبانها كني لها كل احترام وتقدير وبنصك تماما انها حصن منية لإقامة العدل في الدولة المصرية انما في نفس الوقت انا قدرت وبعدت لك وبقول لك اقول لي رأيك فكانت طبيعي انك ترد عليها وتقول لي رأيك ما تروحش رد عليها عن طريق مؤتمر صحفي ومع ذلك شرعنا في مناشط هذا القانون وانتهينا الى اجراء تعديلات عليه من شأنها انه يتحقق مبدأ اكبر للاستقلال القضاء وعايز اقولك حاجة احنا استقلال القضاء استقلال القضاء هل يختلف احد في مصر على اهمية استقلال القضاء لا طبعا مفيش احنا نفسينا في مجلس النواب مهتمين جدا بدعم استقلال القضاء ولكن الخلاف هنا على توصيف وتعريف استقلال القضاء هو انا رحت قربت من آلية اصدار الاحكام القضائية القضاء في لبه وفي مضمونه هو احكام الاستقلال هنا استقلال احكام بمعنى ان الاحكام اذا اقترب احد من المساس بها ومحاولة تأثير عليها هنا هنا مستقلال القضاء لان احنا لما تحدثنا عن موضوع احنا بنتكلم عن آلية اختيار وسائل لايات القضائية وقلنا هل يعتبر مبدأ الاقدم الاقدم فقط هو اختيار الاكفاء لا طبعا لا طبعا لا يمكن لا يوجد منطق في الدنيا او كذا او في ايها او في اي سلطة يقولك ان الاقدم هو الافضل مفيش حاجة زي كدا انما لما تدي الامادي للجامعية العمومية لمحكمة مجلس الدولة او لجامعية العامة لنقد ولا لمحكمة مثلا للجناهات او لكذا او لاي سلطة مثلا معينة محكمة النقد او مجلس الدولة او النيامة الايدارية او قضايا الدولة وقال لهم يا جماعة اختاروا 3 رشحوا 3 من بين اقدم 7 انا هنا هو التزمت أقدم 7 نوال الرئيس المحكمة التزمت اهو رئيس الهيئة التزمت بمبدأ الاجدامية ادي 7 اغمت اختاروا منهم 3 رشحوا منهم 3 ورئيس الجمهوري ان هو اختار واحد من الثلاثة فده مبدأ توزني فيردوا علينا ولونا لا في مبدأ مستقر وارف معمول به ان هو اختير الاجدام على طول طب الله طب ما احنا كان فيه عرفه ومبدأ معمول بيه ان مجلس النواب او مجلس شعب سعيد قراره. ومع ذلك احنا بنؤسس لدولة جديدة وان ما فيش حاجة اسمها سعيد قراره. قلنا لأ اعمال القانون. واعمال دور ان المجلس يلتزم بسعيد قانون. لو محكمة النقط قالت واختريطنا ببطلان دايرة هنلتزم ببطلان الدايرة. انما احنا بنؤسس لدولة جديدة بمعفاهيم جديدة وبمعايير جديدة فما ينفعش اجي عند سلطة قضية اقول لأ هم بقى شغالين ازاي مغرفة من مئة سنة هنشتغل على نفس الكلام. لأ سلطتنا التي لا ينزعنا فيها احد هي التشريع واقامة دولة العدل والقانون. السلطة القضائية لم يمس استقلالها احد. واؤكد لك مع ما تترامى لنا او ما وصل الى ما سمعنا ان قسم الفاتوة والتشريع في مجلس الدولة رفض هذا القانون. في الاخر على فكرة حتى وفقا لنص المادة 190 من الدستور ونص مادة 175 من لقيقة المجلس اللي هي قانون المجلس ان احنا على فكرة رأي قسم الفاتوة والتشريع مع تقدير الكامل ليس ملزما لمجلس النواب. والقرار في الاخر هيبقى بين اياد او النواب الشعب المصري وبين اياد مجلس النواب قد يأخذ به بما اوصى به قسم الفاتوة والتشريع او قد يستمر في 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 تأكيده على اصدار القانون. طيب اه يعني احنا اعتبر ان انا اعتبر ان دي احد الملحوظات اللي تم ارسالها لحضراتكم من قبل اه اه لاجنة الفاتوة والتشريع لمجلس اه الدولة. كانوا لات ملحوظات اخرى ولا فقط فيما يخص الاقدامية في اختيار رؤساء الهيئات. لا هما انتهوا العدد من الملاحوظات. انا قريت التقريب بتاع قسم الفاتوة والتشريع. ابرز انهما بيقول ان يعني هو منتعي لكل اربع اربع محطات مثلا تصل في الاخر الى ان هذا القانون على فكرة يشوبه عدم الدستورية او بيشوب الهوار دستوري وفي نفس الوقت على فكرة يعني يعني يهز مبدأ استقلال القضاء. يعني ده ما انتهت اليه ما انتهت اليه توصيات قسم الفاتوة والتشريع. انا حتى لما قريت الحيثيات اللي اللي وصلتهم الى هذا المفهوم. لا شايف ان هي يعني مع تقدير الكامل لا من الممكن ان يكون فيها حديث يعني. طب الى اي مدى قد يشوبه عوار دستوري برضو يعني ايه الخلفية. خلف ده حاليك اللي قلتونها دلوقتي يعني شايفينه حالة طبيعية. ولكن ان القضاء نفسهم انا قريب تصريحات لعدد من السيادة القضاء. قالوا انه يشوبه عوار دستوري. لا وهناك قضاء اخرون قالوا لا مفروض شوبة عوار دستوري. وهناك اساتز القانون زي مثلا اقول لك اساتز القانون دستوري زي الدكتور صلاح فوزي. واساتز القانون زي الدكتور محمود كوبية. اش قالوا لا احنا شايفين ان القانون دوت متتصف مع صحيحات دستوري. ولا يوجد به شوبة عوار دستوري. هناك من يقول هذا وهناك من يقول ذلك. في الاخر على فكرة. انتي امام طب يعني انا مش عايز اصل الى مرحلة من مسألة ان رئيس قسم الفتوى التشريع ورئيس مجلس الدولة الذي اصدر هذا القانون كان رأيه مولا مسبقا قبل حتى ما نبقى في مصروعه قانون. الرفض رفض قانون لان بشكل معين لا احنا مش عايزين القانون ده. قبل حتى ما نورسل القانون. فرأيه يعني المسألة هنا ده انا لما بستشعر الحرك كقادي وانا على منصة الحكم بستشعر الحرك ببط ومتنحي. عن نظر الدعم. فالمسألة هنا انا انا باقولك انا مش عايز اخوض التفاصيل انما كثير مما ارسلها او مما كتبها في تقريب قسم الفتوى التشريع من ام ممكن ان يكون فيه كثير من الحديث. شايف التوجه بداخل البرلمان حامل ازاي? فيما يخص هذا الموضوع. والله اه مش مقدرش اقولك انما انا شخصيا ما زال رأيه ما لدي رأيه قانوني ولو بتسأليني ما زلت مصرا على المضيه في اصدار القانوني. انا رأيه شخصي. ما عرفش بها رأيه. بشكله اللي صدر به من مجلس النواد. وارسله به القسم الفتر ده رأيه الشخصي. اه. انما انما في الاخر يعني 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 ده رأيه منفرد. هتدور احاديث وهده هدور اه يعني حوار معين هيدور داخل المجلس قد ينتهي المجلس الى قراره. انما انا بقولك ده فيما يتعلق به. خصوصا على الفكرة ان ماتا رمائلينة يعني عن تاريخ اه قسم الفتوى التشريع كان في فترة اجازة المجلس اللي هو الاسبوع بتاع الاجازات الدوات. فاحنا هننتظر لما يأتي التقريب بشكل رسمي. وهنشوف في الموضوع هو سمعت ان هو انتهى منه وهرسله في تسعتاشر اربعة. اه آسف سبعتاشر اربعة. فهنشوف يعني هنشوف اه الموضوع وهنقراه كويس. وفي الاخرى هنتهي المجلس الى قرار. والحكم في النهاية هو المحكمة دستورية. محكمة دستورية. يعني اي حد يشعر بانه دي اصابه ضرر من هذا القانون يجب ان يلجع الى المحكمة دستورية بالاليات التي تحديدها المحكمة يعني. وفي الاخرى المحكمة دستورية هي التي تحكم بدستورية او عدم دستورية هذا القانون. ولكن احناك مش شايف ان ممكن الملاحظات اللي ارسلها لحضراتكم مجلس الدولة. ممكن ان هي يعني اذا تم اخذ هذه الملاحوظات بعين الاعتبار او في عين الاعتبار هتصبح يعني الفتنة اللي ممكن تكون للأسف واقعة فيما بين السلطة القضائية وايضا مجلس النواب. مش شايفنا ده ممكن يعني يقللت دي هاد الدنيا شوان? لا خلينا اقولك ان هي مش ملاحظات على فكرة. هو توصية بالابقاء على الوضع كما هو عليه او كما كان مع التأكيد على ان يعني انه كان من الممكن ان يكون هناك ما هو افضل من هذا القانون. او بالزبط كده ما يكتب ان لا انهم يروا ان هذا القانون ليس اول افضل. ولكن ما هي البدائل لم تطرح حالينا بدائل. يعني لم يعني يرفق مع هذا. مش هو هو ليس الخصاص. ياه اللي خلاص يبقى نقولك انا يبقى البديل انه خلاص يمشي مجلس النواب وكل من يريد ان يشرع قانون يحكمه 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 يحط القانون اللي هو عايزه. انما فكرة التشريع في اي دولة على فكرة يعني خلاص انا انا بصراحة ما بشوفش لماذج مشابهة بالدول اخرى يعني. ان مثلا يجي حد يقولك لا هو القانون ده اللي انا عايزه. في الاخر في سلط التشريع يعني. وسلط التشريع دي ما بتمثلش حد. بتمثل الناس. يعني الناس. الناس يعني هي ثقافة ان يتولى مجلس النواب او ببرلمان في اي دولة. وفلسفة ان يتولى ببرلمان في اي دولة التشريع لانه هو الوحيد الممثل للناس. يعني لم تأتي سلطة قضائية بالانتخاب ممثلة للناس. ولم تأتي سلطة تنفيذية اللي هي الحكومة بالانتخابة وموصلة للناس هم اتنين بس بيجوا من انتخاب البرلمان ورئيس الجمهورية يمكن شفنا في موضوع سلطات القضائية اشكالية فيما بينكم وبين السلطة القضائية وايضا في اتفاقية تيران وسنفير شفنا ايضا اختلاف حالة من الاختلاف ليه الناس دايما شايفة ان هناك حالة من اختلاف فيما بينكم وبين السلطة القضائية لا ايه مش حالة من الاختلاف هي ايضا برضو يعني افتعات على نص دستوري واضح ان مادة 151 من الدستوري وبطول ان يو نوعية اولا ما يبرمه رئيس الجمهورية من التفاقية خلاص شكرا وفي حالة كزا في الفاقرة التانية وفي حالة ان الموضوع دو محتاج ان هو مثلا استفتاء نخضعه الاستفتاء يعني مثلا لو فيه موضوع دو في الاتفاقية دي تحتاج الى استفتاءة شعب مصري ان نوافق ونخضع الموضوع للمرجعية الرئيسية لاي سلطة اللي هو شعب مصري يساك يقول او لا وفي الفاقرة التالتة بيقولك ولا يجوز في اي حال من الاحواد التنازل او الموافقة على اتفاقية فيها شيء من التنازل عن السيادة او جزء من اقليم الدولة المحطات دي حطها يعني المشرع الدستوري حطي عدد من المحطات وانا اتحقق منها ازاي 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 لما يبقى قدامي الاتفاقية لما ابدى اقوص الاتفاقية لو فيها جزء من التنازل من اقليم الدولة او السيادة اولوم لها يا جماعة ما ينفعش ولا يقوص الا لما مارس دوري اللي هو نص علي الدستور ايه اللي اتفاقيات فما ينفعش قضاء مجلس الدولة يبقى في اتفاقية قبليها نفس الاتفاقية تعيين الحدود المصرية الكبرصية تعرض على مجلس الدولة قضايا الاداري يحكم القضايا الاداري بعدم الاختصاص الولائي ويرفض اقامة الدعم وتأتي نفس الاتفاقية بنفس معي تعيين الحدود المصرية السعودية ويحكم القضايا الاداري بالاتفاقية ببطلان الاتفاقية ويحكم تحكم الادارية العليا ترفض الطاع وتؤكد حكم اول درجة فالمسألة هنا خلاص مع تجدير الكامل ده حكم القضايا هنضعوا في الحزبان واحنا بننقش بالاتفاقية انما احنا مع الدستور ومحكمة مجلس الدولة او القضايا الاداري حكم بقانون وفقا للقانون مجلس الدولة انما احنا نمارس احنا بقى نمارس دورما وفقا لابو كل القوانين القانون الرئيسي اللي هو الدستور دستور يمتن على الجانب الاخر ردا على حلاج بتقوله هما بيقولوا ان ده في حالة انه رئيس الجمهورية هو من صدق على الاتفاقية ولكن من صدق الاتفاقية هو السيد رئيس الوزراء اذا هي ليست يعني اتفاقية سيادية لو نقدر نقول تمام يبقى هنا هنا في فرضا انا ايغاد دلوقتي بقولك انا مشوفش الاتفاقية انما فرضا الحراج بتقوليه دوت الاحالة خاطئة يبقى انا اعمل ايه لما شوف الاتفاقية احق ان انا شوف الاتفاقية هو مجلس النواب وفقا للدستور مش هو فقا للقانون بقى وفقا للدستور لما اجي انا ابص في الاتفاقية الاقي الاحالة خاطئة اقول لهم الا سمحت انا ما هترجع تاني رئيس الوزراء ليس امختصى ان هو يحيل لمجلس النواب انما انا ما شوفتش احراف وشكتاش يعني اذا اين ما جاتش البرلمان خالص هي جاتي البرلمان بس انا ما شوفتش كنائب طب امتى يعني انا كنائب خلاص هيعوحيلة اللجنة التشريعية ودستورية هنشوفها في اللجنة التشريعية ودستورية واللجنة التشريعية ودستورية بتصدر توصية بعد ما بتبحثها بس انتو بسا ما بحثتهاش في البحث ما بحثناش هو الخلاف هنا على مسألة من احقية البحث يعني انا ممن يروا ان مجلس النواب مختص دستوريا بمناشة الاتفاقيات هنا ايش ابقى فيها حالة خطأ هنرجع لحكومة فيها حاجة الى الرجوع للسترطاء هنرجع للسترطاء فيها اي شكل ثبت امامنا ان فيها شكل من اشكال التنازل عن السيادة او اقليم الدولة او جزء من اقليم الدولة هنقول شكرا ان هذه التشريعية مرفوضة من الاساس ولا يجوز لنا ولا لاي حد نوع تنازل عن السيادة او اقليم الدولة انما احنا مشوفناش الناس يعني حتى رفضة ان احنا نمارس دورنا يا اخوانا لا لازم نمارس دور وفي الاخرية انتهى المجلس الى القرار يسأل فيه امام الله وامام الناس اللي جابوه نقدر نقول للناس دلوقتي ممكن انت يتم او البدء في منقشة ترانو صنافير تحت قبة البرلمان غير معلوم غير معلوم انما اللي اقدر اقولك عليه ان انا في تأديري الشخصي ان من ان ممكن ان تستمر منقشة هذه الاتفاقية لفترة كبيرة جدا 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 داخل مجلس المهيب فترة كبيرة جدا جدا هقولك انا دي ايه كده يعني سبع لا ما اقولك الله اعلم بس قد تصل الى يا سنة لان دي مسألة دي انت بتتكلمي هنا في حاجة تمس وجدان الناس وهي اتفاعية في الاخر موقع ما بين دولتين انما هي اتفاعية اصبحت اتفاعية شعبية صح فلازم نبقى في منتهى الدكة وفي منتهى الحرص وفي منتهى اعمال حالة من حالات اعمال الضمير الوطني واحنا بنقش ازيل اتفاعية انما انا شخصيا لو بتسألين عن قناعاتي الشخصية اقول حاجة بس ياريت للمصريين ياريت يا جماعة قبل ما نندفع ونوزع تهم التخوين على الناس نبقى عندنا قدر اكبر من السيقة اللي انا راسك انها موجودة عند المصريين لما يبقوا عارفين ايا كان من الاسماء اللي زيادت وعملت انما في الاخر انا اعتقد ان هذه الاسماء ليست اكثر وطنية من القوات المسلحة المصرية وليست اكثر وطنية من اجهزة احنا بنصد فيها مخابرات العامة ومخابرات الحربية التي رجعت هذه الاتفاقية والناس دي هي اللي اسهل دمها ويبدفع عن حباية الرمل فما اعتقدش ان هؤلاء لن يقبلوا بالتنازل عن حباية الرمل مش جزء من الارضة مش جزء من الارضة حبما انا بقى يعني قبل ما نختم حلقتنا نتكلم عن يعني احدك شايف ازاي اداء الحكومة خلال الفترة السابقة خليني برضه اقولك قبل ما اشوف اداء الحكومة اشوف زهور في البلد يعني بمعنى ان احنا الدولة على فكرة متأسرة احتياجات الناس كتيرة جدا والتزامات الناس كتيرة جدا ومتاعب الناس بقت كتيرة جدا وحالة غلاء الاسهار بقت صعبة جدا والناس اصبحت لا تتحملوا ومعزورة انما في نفس الوقت خلينا ناخد عدد من الاعتبارات كده واحنا بنتكلم عن الموضوع ده هل يختلف احد ان ارادات الدولة المصرية تقلست والتزاماتها زادت ارادات الدولة المصرية احنا في 2010 كان ارادات الدولة المصرية من ميرفاكس 11 مليار دولار ارادات الدولة المصرية في 2010 من قناط السويس كانت اربعة مليار دولار recently ارادات الدولة المصرية من استثمارات مفتوحة على عرضيها كانت تتجاوز إلى 40 و50 مليار دولار فلما تيجي بوسي تلاقي في وفقا للوضع الحالي وتأثرا بالسنوات اللي مرت بها مصر الفترة الماضية لأ انت عندك السياحة مثلا انخفضت اراداتها لنسبة تجاوز 80% المرفق كانت سويس او كانت سويس بعد ما عملت كانت جديدة والسمراء جديدة بتفتحي افعاد جديدة وتأثرا بالركود الاقتصادي وحركة تراجع حركة الملاحة البحارية في العالم كله تأثرت اراداتها لما بوسي تلاقي استثمارات كانت بتجيلك بالمليارات بقيت شبه مع دومة نظرا للمحاولة التشويه بتدور حول العالم للدولة المصرية انت لازم تحط ده في الاعتبار فالحقيقة ان ارادات الدولة المصرية تتأخرك جدا وتراجعك جدا في وقت مثلا انت في 2009-2010 في الموازنة المالية 2009-2010 كنت بتنفك 89 مليار جنيه اجور ورواتب النهاردة انت وصل الى 270 مليار جنيه 276 مليار يعني معنى كده ان انت تضاعفت بالاجور والرواتب لتلت اضاعف لان احنا بعد 25 يناير 2011 كان كل موازفين في مصلحة حكومية يعملوا اضراب يقولك زويد رواتبنا فتيجي حكومات يتم لايه اضراعها وتبصت لايه بتزود 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 فاضافة ان ثقافة العمل تراجعت شوية في الخمس سنة سنة الغير الناس عايزة ومش عايزة تشتغل انما مع ذلك انا شايف ان الحكومة لديها عجز في ادواتها التي تستطيع ان تفرض بها رقابة على الاسواق شايف ان الحكومة لم تقدم الافضل في مسألة ضبط السوق ان الحكومة ما زالت لديها حالة من حالات الغياب عما يقاني منه مواطن المصر الناس مكتوية بالاسعار الناس مكتوية في موضوع بطريق التموين واكلم وزير التموين مثلا يعني ان روحت مكات التموين في شمرة الخيمة عندي الاقي الناس بتقولك احنا مش عارفين احدث البيانات احنا عندنا في البطاقة التموين ناس بتوحظى في كده اكلم وزير التموين الاقي ان هو الراجل بيتكلم عن مشاكل غير المشاكل وان مشاكل الناس مش وصلة بصورة وقت وان مدير التموين في المحافظات شغالين مزال بسياسة كله تمام يا فاندي كله تمام مع الوزير وان كذا وهم بيوصلوا ففي حالة عزل عزل شعب الاسف ما بين بعض المسؤولين واللي بيرشعوا بين الناس انما على كل انا من الناس اللي بتلتمس العزر في كثير من الاوقات للحكومة لان اعارف الظروف اللي بشتغل بها اللي بشتغل فيها الحكومة وعايز اقولك ان اي مسؤول دايما او اي حد بيمارس الرقابة الرشيدة هو بيراقب المسؤول لازم يحط نفسه من ناحية التانية ينزل البحر فيعرف التحديات والصعاب يعني الدكتور علي مسلحي ده كان نائب شعبي يعني يا فاجل من راح وزير تموين من مجلس المواجد ورجل كان منتخب وعارف مشاكل الناس انما في الاخر العالبار دايما عوام انما اللي بينزل البحر هو اللي بيقبط وشه موجة هو اللي بيبوسي لقى نفسه مية الملحة بتخش في ودنه هو في عينه فبتتعبه انا شخصيا ممن يتعاملون مع الدولة النصرية من انا مش حابب امعه على البر حابب اخش معاهم في وسط المشاكل واقول للمسؤول تعالى لأ طب ما تيجي نصلح دي بالشكل فلاني الشكل فلاني ان انا ممعودش ازايد واعمل واقول لا دلقفش الحكومة وافصل جاول الحكومة لازم تمشي طب هو سؤال لو الحل في المشاكل المواطن المصري من الحكومة دي تمشي وتيجي حكومة بكرة الصباح تبقى نمشي الحكومة انما هل هو دا الطريق للحل انا شايف لا شايف ان احنا مع تحسين اداء الحكومة مع تجويد اداء الحكومة مع مرسة الرقابة الرشيدة على اداء الحكومة مع العمل مع الحكومة لصالح المواطن المصري الرقابة حدك يعني لمست الجرح والله احنا انا مشكلة في ضعف الرقابة في الكثير والكثير من الاجهزة في الدولة مشكلة بيريس يا تنائب صحيح موضوع الاسواق ازاي الموضوع متساب كده بالشكل الفوضيح احنا بنشر معاه كل يوم يعني لا خلينا اقول لي كمان بعيدة يعني مسألة الرقابة ومسألة المعاشة للمشكلة يعني انت لو تابعنا من 48 ساعة المشكلة بتاعة انبوب مصورة الغاز التجمع اه مصورة الغاز الانفجر الدين بتاع وكانت تودي بحياة الالاف لو لا اقدر الله يا لولا يعني انت عارفة يعني اللي عايز اقولك ان اشد العاملين على حماية المواطن المصري المولى سبحانه وتعالى في كثير من الكوارث لو لا عناية الله ورعاية الله النتائج كانت تبقى كارسية انما لما تجي تسأل وزارة البترول يقولك لا اصلا مليش دعوة ده كان راح بيحفره ولا مفروض من بتاعهم مرافق هما ليقولونه وتسأل بتاعهم مرافق يقولك لا اصلا الحي والحي يقولك اصلا محافظة ومحافظة يقولك لا اصلا لوزارة البترول والوزارة البترول يقولك لا انا حاسب رئيس شركة الانبيب انما في حالات زي دي يعني انا شخصيا اتمنى ان وزير البترول يحط رجله على الارض شوية يعني اتمنى ان وزير البترول وانا شايفه على فكرة من الوزراء المعانيين شوية بعض المشاكل الفنية انما في نفس الوقت لأ في مشاكل شعبية لازم يحط نفسه فيه يعني ماينفعش يباقات في مكتبه على طول انا اعتقد ان وزير البترول من الوزراء اللي ما بيخرجش مرة مكتبه الا قليلا يعني فلازم في مشكلة زي دي تنزل وانا لما تيجي تسأليني مصورة غاز انفجرت تقوليني مين المسؤولة اقولك قابل الحي وزير البترول لان المفترض هم عندهم خريطة لا يلجأ الحي او اي حد من الادارة المحلية انه هو يشتغل فيه غير ما يقولونه تعال اقفل خريطة انه هو انما يبدو ان ما فيش حلقات واصلة كويسة ما بين الحكومات او الوزارات وبعضها وده اللي بيدفع تمن وبيدفع الضريبة بتاعته المواطن المصري فهتمنى لداية حصلت يمكن يحسب له سيدة وزير البترول الطارق الملة انه يمكن بنشوف في البنزينات البنزين متوفر غير الاول كان عندنا مشكلة بتحصل في وقت من الاوقات طيب انا عايزة اروح مع حضرتك ليه من حضاك عضو المكتب السياسي ليه تلاف دعم مصر اتلاف دعم مصر هو الاكبر تحت خوبة البرلمان أيها تين هو دلوقتي قال الي بيحصل وبيعمل ايه وصيلا وهو اتلاف دعم مصر ا احنا عندنا على الفكرة وعدد ماجندات انا عايز اقولك تعديلات قانون القراءة الجنية جاهت من اتلاف دعم مصر في عدد مشرائات قوانين ومراجع القانون السمار احنا شغالين في قانون hell smart من رجوه واشغالين في قانون رياضة من رجوه واشغالين في قانون محلية من رجعه اتلاف دعم مصر لديه مكتب فني معني بمراجع بكل هزي القوانين وتشكيل لجل لنظر هذه القوانين وعندنا أجندة تشريعية تشمل عدد من القوانين منهم قانون تأمين الصح الشامل منهم قانون العمل منهم قانون العدالة الانتقالية عدد من القوانين احنا نشغالين فيها في أجندتنا التشريعية إنما احنا عندنا مشكلة مع بعض الزملاء داخل المجلس البعض حينما تجد الائتلاف بيحمس حالة من النقاش مع الآخرين يقول لك يصل الائتلاف كتلة سائلة ولما نيجي يقول لك يعني في مين ناس كانت تقول لك في بداية المجلس وفيين الائتلاف ده عن مصر يا جامعة ما تتدرش إن فيه الائتلاف ده عن مصر ولما نبدأ ننظم نفسينا ويبقى فيه كتلة تصويتية واضحة للاائتلاف داخل المجلس يقول لك شفت ده بيمارسوا الديكتاتورية داخل المجلس والينفرق بالقرار ومع ذلك احنا على الفكرة في الحين أيدينا وعملين قناة تواصل مع كل الطيارات سياسية للنواب الآخرين من خارج الائتلاف بنتناقش معهم لا نسعى الاستحواز على اللجان ولا الاستحواز على فكرة إن يبقى تشريع اتجاه واحد من الائتلاف ده عن مصر لأ بنتواصل مع الآخرين أو الآخر داخل المجلس وبنحدث نوع من النشجاش حاولين عدد من القوين إنما في الآخر أنا عايز أقول لك إن كم الحمد لله بدوجلوا النعقاد التاني شاهدت جميع أن هناك قتلة صلبة تمثل أغلبية داخل المجلس هي ائتلاف ده عن مصر وهقول لك إن كم الحسن الطالع برضو إن الدلائل كثيرة يعني إحنا كنا في 315 حينما أشرنا الائتلاف إحنا حاليا 355 وهناك طلبات كثيرة مقدمة من عدد من عدد المجلس للنضماء من الائتلاف قد تجاوز حاليا 420 420 نائمة قد نصل بعد الطلبات الجديدة إلى 420 قد تجاوز حاليا 520 ده على فكرة بسبب الأداء اللي بيتحسن الائتلاف وإن كن ده يعني من حسن حظه ومجهود كبير بيبذلوا مكتب السياسي الائتلاف ورئيس الائتلاف في المهندس محمد السويدي فإحنا بنشتغل دلوقتي تحول أداء الائتلاف إلى تيم وورك مجموعات عمل كل مجموعة ماس كملف بنشتغل عليه وعشان كده يمكن ده السبب لتحسن أداء الائتلاف في المجلس يعني خياس قالك سؤال بصراحة فعلا بيتم معاملة أعضاء ائتلاف دعم الناصر معاملة خاصة؟ يعني حتى يمكن ده يبس معنا فترة الأخيرة من قبل السيد يعني رئيس المجلس ده فعلا؟ على الإطلاق بصراح على الإطلاق يعني بطلب الكلمة مثلا الناس قالت لا ده بيدولهم هما الكلمة وإحنا لا طب أنا أقولك أنا حاجة لا لا ده بعض مثلا بيجي يقولك يا أصل مهندس محمد سيدي طب مهندس محمد سيدي مرئيس ائتلاف الأغلبية فلازم يتكلم يعبر عن رأي ائتلاف الأغلبية في أي موضوع لأن في الآخر فيه تصويت بعد كده هيحكمه تصويت ائتلاف الأغلبية لما أنا أقولك أنا مثلا أنا سعب كثير من قوات بطلب الكلمة مرئيس المجلس ولا أمنح الكلم ومع ذلك على فكرة بتعمل مع موضوع بين السيابية لأن ما ينفعش نتكلم في كل المواضيع وده ما بيحصلش على فكرة في أي برلمان في العالم بتمساقوا بينكم من بعض من يتكلم فيه؟ بالتأكيد بالتأكيد يعني فيه موضوع بينما ممتفقين مثلا أن لا يتكلم فيها فلان جوال ائتلاف وموضوع دي لا يتكلم فيها صراحة صب الله لا دي هيتكلم فيها عمر غلاب دي هيتكلم فيها سميل الخولي دي هيتكلم فيها النائب محمد سويدي النائب محمد الهول فبقى فيه مجموعة كلنا على فكرة ويكاد يكون على فكرة بوس لقي عدد يعني لو رجعت مضابط المجلس هتلاقي عدد الكلمات مختلف في كل موضوع في كل موضوع لأنه أنا بقولك احنا بنشغل دي وقت بثقافة مختلفة مجموعات عمل كل مجموعة عندها ملف بتدرسوا كويس عشان تتكلم فيه كويس جوال مجلس احنا يعني اخر سؤال بالنسبية النهاردة حضرك بالفعل متقدم بمشروع لانشاء مجلس اعلى لمدينة شوبرا الخيمة وهي دائرة حضرتك كلمنا كده عنه باختصار ان شوبرا الخيمة على فكرة مدينة يمكن عدد سكان فيها على فكرة شوبرا الخيمة حي وغرب عدد سكان فيها على الورق حوالي مليون وستمائة الف انما الواقع الواقع ممن لديهم قائمية عايشين في شوبرا الخيمة وبطاقتهم خارج شوبرا الخيمة حوالي 2 مليون و800 الف مواطن فاكبر من عدد كبير من المحافظات انا تقدمت باقتراح برغبة لتحويل شوبرا الخيمة الى مجلس اعلى لمدينة لان هي تستحق هذا الكلام على ادايا يعني مشاكل كثيرة جدا محتاجة رئيس مجلس اعلى المدينة بسلطات محافظة وبدرجة وزير فالتخاز قارات سريعة جدا ان هي تبقى لها موازنة مستقلة توازي موازنات المحافظات ان هي محتاجة يعني فلوس كتيرة جدا عايز اقولك يا سيدنا شوى ممكن يعني هتستغربي لما اقولك ان حي غرب وحي شرق شوبرا الخيمة ميزانيتهم في خطة الاسمالية كلهم على بعض طول العام المادي 12 مليون جنيه فما يعملوش حاجة ما يرصفوش شرعين عشان كده بنالجأ دايما لتفكير خارج الصندوق حاليا وبنأتي باموال من وزارة التخطيط ومن وزارة الاسكان من صندوق تطول العشرويات ومن وزارة تنمية محالية عشان نوفر ما نعمل مشروعات فاحنا انا مصر ان انا يعني بازن الله اقاتل من اجل تحقيق هذا الحلم الاقل شوبرا الخيمة لتحويلها المجلس اعلى المدينة وشايف ان دوة عاني شوبرا الخيمة نقلة نوعية كبيرة جدا من ضمن المشروعات اللي الحمد لله ربنا اكرمني ونجحت في ادراجها في الخطة العامة للدولة مشروع مثلا كبري رابط ما بين شرق وغرب سكة حديد بتكلفة بمئة مليون جنيه فاحنا بنشتغل ان احنا نترك في زاكرة شوبرا الخيمة يعني انا ما اتمنى ان انا اترك في زاكرة هالي شوبرا الخيمة الناس اللي ادتني اصواتها ومنحوني هذه السكة ان انا اترك في زاكرتهم وفي تاريخ شوبرا الخيمة ان هناك نائب جاء بارادة شعبية حرة وباصوات الناس مش بامواله بتاع انا اقال لنائب تقريبا صرفت في الاليوبية في الانتخابات عايز اقولك ان الناس هي اللي بتشملني بدعمها وبرعايتها هي اللي بتعمل لي لفت هي اللي بتعمل لي مؤتمرات فالناس زيات معلقين في الابتدين كبير جدا اتمنى ان انا استطيع سداده واتمنى ان انا اترك يعني بصمة وفي زاكرتهم ان يقولوا اني جيه في 2015 و15 انتخابنا نائب تركة للتاريخ وللزاكرة اعمال تبقى في زاكرة شبرا طيب انا بالنسباني خلصت كل اسئلتي ودائما في اخر الحلقة بحب ان يعني اضيفي كده لو عنده حاجة اضيفها يتفضل لا انا ما عنديش حاجة اضيفة غير ان انا اقول للشعب المصري ان التحدي كبير جدا امام الدولة المصرية وان المشاكل كثيرة جدا امام الدولة المصرية وانه لن توجد حكومه الوحدة وهي مجلس نوعه بوحده ولا رئيس بيعمل 24 ساعة في اليوم لوحده والاداء ده كله لن يكتمل الا بان الشعب المصري يشعر بان معركة المستقبل بتاعته معركة المستقبل بكل ما فيها من تحديات اللي فيها تحدي مواجهة الارهاب تحدي مواجهة زوف الاقتصادية الصعبة تحدي مواجهة الحصار اللي بنعانيه من بعض الدول وبعض اجسل الاستخابرات الدولية هذه التحديات كلها يسمى معركة المستقبل معركة المستقبل دي لن ينجح في الانتصار فيها الا شعب 90 مليون يتحولوا لـ 90 مليون جندي في جيش مصر ومش معنى جندي ان هو يروح يلبس افرول جيش ولا بدل الجيش ويحارب كل واحد في مكانه عنده ادواته للحرب اللي عامل في مصنعه يقدر يحارب ان هو يزود الانتاج الفلاح في ارضه يقدر يحارب ان هو يحافظ على الارض الزراعية ما يبنش وياها خرصانة ويمتج ويزرع ويعمل السيدة ان يتربي اولادها تربية سليمة لام المصرية ان يتربي اولادها تربية سليمة بيتها ده نوع من انواع الحرب كلنا مشاركين وكلنا جنود في هذه الحرب عشان البلد لسه حقيق من اللجنة ويعني مصر هتفضل طول عمرها يعني بلد قوية مهنا حاولوا يعني يخربوا فيها او رغم كيد الكائد دي لو نقدر نقول باذن الله انا مشكر حالك جدا سيدة الناج شهديني الكرام يعني بالفعل كان هذا لقائي واق سيدة النائب الدكتور صلاح حصاب الله رئيس حزب الحرية وايضا عضو المكتب اسياسي الاتلاف دعم مصر وعضو اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان ويمكن ان نعرض تكلمنا في عدد كبير جدا من الموضوعات يعني اتفاقيت رانو سنافير اتكلمت مع سيدة النائب وقال ان هو يعني هيتم البدء في مناقشتها تحت قبة البرلمان قريبا ان شاء الله وان هي يتم الانتهاء منها يمكن سيدة النائب قال لي ممكن يدخل في سنة علشان يتم الانتهاء منها بشكل كامل ويعني يخرجوا بشيء واثقين منه ثقة كبيرة كمان اتكلمنا في الازمة الكوبرى وهي قانون السلطة القضائية وتطرقنا ايضا لعدد اخر من الموضوعات شرحتها واتكلمنا فيها مع سيدة النائب انا اخيرا بشكركم جدا على حسن وطين المتابعة والقاكم في حلقات اخرى باذن الله اهلا بكم عزاء المشاهدين مشاهدي عين على البرلمان في اطار الحملة التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء لتعداد السكان الحقيقة ان هناك عدد كبير من المواطنين لا يعلمون الفائدة التي تعود عليهم لتعداد السكان والبيانات التي يقوم بها مندوب تعداد السكان بجمع هذه البيانات جئنا الى هنا للغرفة المركزية لاقليم القاهرة الكبرى لنرصد معكم وايضا نتابع معكم هذا العمل الشاق الذي يقوم به مندوب تعداد السكان ولذلك يسعدني ان يكون معي الان داخل الغرفة المركزية لاقليم القاهرة الكبرى الاستاذ فوزي محمد حلمي رئيس الادارة المركزية لاقليم القاهرة الكبرى وهو الان مجتمع بعدد من المندوبين قبل اذهاب الى عملهم لاعطاء عدد من التعليمات لهؤلاء المندوبين الحقيقة عمل شاق يقوم بها هنتابع معكم ولانا هذا اللقاء مع الوستاذ فوزي برحب بحضرتك اوستاذ فوزي انا اللي برحب بحضرتك في الادارة المركزية عايزين نعرف ايه هو ونوضح لسادة المواطنين ايه هو تعداد السكان انا هبدأ بارقام لان لغة الارقام هي اصدق لغة احنا نهاردة الصبح احنا دايما من عدتي اجي اشوف موقع الجهاز نهاردة الصبح لقيت عدد سكان مصر وصل ل92 مليون و604 الف من خلال الرقم ده هارض لحضرتك يعني ايه تعداد اي دولة في العالم عشان تخطط لمستقبل او عشان قطاعات الدولة المختلفة تقدر تعرف احتياجات المجتمع زي قطاع الاسكان وقطاع التعليم وقطاع الصحة لازم يكون عنده قاعدة بيانات وارقام دقيقة عن المجتمع ده واحتياجاته احنا عرفنا ان احنا عندنا 92 مليون و604 الف مش دي قضيتنا قضيتنا ان دول رأس مال بشري قد يكونوا نعمة وقد يكونوا نقمة لو احنا عارفين عنهم كل حاجة تفاصيل كاملة وصورة كاملة عن مختلف حياتهم وجوان بحياتهم السكانية والاقتصادية والاجتماعية هقدر اعرف الناس دي ووجهها واعرف مشاكلها ايه احنا تعدادنا اسمه التعداد العام للسكان والاسكان والمنشآت بين من الاسم ان التعداد بيتم على ثلاث مراحل المرحلة الحالية اللي احنا شغالين فيها هي المرحلة الاولى اسمها مرحلة حصر المباني ومكوناتها من أسر وحدات يعني وحدات سكانية او منشآت في المرحلة دي انا تمهيد لمرحلة العد اللي بتالي هذه المرحلة ففي المرحلة دي انا بوفر قاعدة بيانات عن المباني وده التعداد الاول بشوف خصائص المباني دي من ناحية طريقة البناء من ناحية احتياجها لصيانة بشوف الوحدات اللي جوه المباني دي ومدى توفر مرافق داخل هذه الوحدات او ان في بعض المناطق محرومة من المرافق واحنا عندنا مناطق كتير في مصر زي مناطق في الجنوب محرومة من خدمات زي الصرف الصحي او المياه النقية بعد كده بعد ما بشوف الوحدات دي وبحط خصائصها وبشوف اتبانية سنة كام البيان ده يا ترى يهم مين في الدولة يهم اقطاع زي اقطاع الاسكان عايز يعمل سياسة اسكانية واضحة المعالم انا مش هقدر اعرف ولا خطط انا عندي شباب في مصر يرغب في الزواج احنا عندنا نسبة زيادة في الموليد عالية جدا كل طفل بيجي بيمثل ضغط على كل شيء في الدولة فما كدش انا مستعد لي كقطاع اسكان واعمل حساب الاجيال اللي جاية دي عندنا شباب كتير عايز يتجوز عندنا ناس كتير عايشة في عشوائيات فانا بقدم للدولة المباني اللي موجودة وسنة بناءها وبقدم لها حجم المعروض من الوحدات السكنية يا ترى في وحدات سكنية دي منها كم وحدة مغلقة فبالتالي ده بيان بيهم قطاع مهم جدا زي قطاع الاسكان طيب ده يعني التعريف به تعداد السكان الهدف فانا بيفيد بقى في ايه بيفيدنا في ايه في المشوى هقول لحضرتك انا لما بقول تعداد العام للسكان والاسكان والمنشآت يعني بعكس صورة المجتمع بشكل مفصل انا النهاردة بجيب المباني اللي الناس عيشة فيها احنا قلنا 92 مليون وستمية واربعة الف انا عايز اعرف هم عايشين فين احنا عندنا ناس عايشة في اماكن سكن طبيعية شؤة زي اللي حضرتك قاعد فيها لكن عندنا ناس قاعدة في اماكن سكن جوازية عندنا ناس عايشة في المقابر عندنا ناس عايشة في عشش انا لازم اوصل للناس دول لان دول مصريين فبالتالي انا بقدر اقدم صورة تفصيلية عن قطاع مهم جدا اللي هو القطاع للسكان القطاع الاسكان بقدم له صورة كاملة عن المباني بعد كده الناس بقى اللي جوه الشواء دول خصائصهم ايه لان انا يهمني السماد بتاعت الناس دي انا عندي 92 مليون يا طرى بقى 92 مليون دول منهم كام واحد مش لقي شغل لان انا هطلع البطالة من التعداد طيب هو مش لقي شغل بس كده هجيبه كعدد لا ده انا هجيبه طبقا للنوع عشان نعرف البطالة ما بين الاناس اكتر وده معروف ان البطالة للأسف في مصر ما بين الاناس اكتر طيب هجيب البطالة كمان طبقا للحالة التعليمية يعني كام واحد النهاردة بكاريس تجارة ومش لقي شغل هجيب البطالة طبقا للتأسيم الجغرافي والوحدة الادارية انا بنزل على اصغر وحدة ادارية اللي هي الشياخة في المدينة والقارية في الريف يعني انا مثلا قارية في الصعيد هقول فيها كام شاب مش لقي شغل فبالتالي بقدم بيانات واضحة كمان عن السكان عن جانب واحد اللي هو جانب الحالة العملية طب كام واحد امي وسط الـ 92 مليون دول حضرتك عارف ان الموازنة العامة للدولة موازنة محدودة كلنا بنسمع في الازمة الاقتصادية اللي احنا عارفينها ان احنا عندنا ديون وعندنا التزامات وعندنا دعم ابنتفاو طيب الموازنة اللي هي بالفعل محدودة يبقى انا عايز اعمل لها ترشيد لبنود الميزانية انا معايا مبلغ صغير المتبقي لغاية ما ربنا يكرمنا ان شاء الله والازمة الاقتصادية تمر عايز اوجهه لأوجه انفاق طبقا لأولويات يعني مثلا عايز اعمل خطة للامية يا طرى بقى انا لو قلت لك كام واحد امي في مصر من غير ما تديك خريطة توزيحهم يعني يا طرى الامية مركزة فين انا بجيب لك الامية على مستوى العزبة اللي هي التابعة وبقول للدولة ارجوك في ظل عجز الموازنة والموارد المحدودة خصص مبالغ اكتر لان عندك الامية مركزة اكتر في جنوب مصر فبالتالي ده ترشيد متخز القرار الرقم ده يهمه جدا لان ميزانية زي ميزانية الامية هيعرف يوجهها فين ميزانية زي ميزانية الصرف الصحي عندنا ستين في المية من قرى مصر وبرضو معظمها في الجنوب محروم من خدمة زي الصرف الصحي اما يجيوزع بقى الميزانية دي الراجل اللي بيتاخذ القرار يقول لي لا انا المناطق اللي في الجنوب اصبحت اكثر احتياجا مش كله ناحية القاهرة بس انا بدي حضرتك بس امثلة بسيطة امثلة لكن هي يعني دورها واجبها بمتعادل معايز عرف عدد المندوبين المشاركين في التعداد دي اتالي طيب انا فندم انا بشتغل في التعداد طبقا لهيكل مشتغلين لان انا لازم انظم نفسي فهيكل مشتغليني بيبدأ بالمنصق وانا معايا هنا في الغرفة مشرفنا النهاردة الاستاذ اسامة بوباشا مدير مكتب شمال القاهرة والاستاذ عماد نصار المنصق العام في جنوب القاهرة ان المحافظة كبيرة فأسمنها على جزئين كلنا بنتعاهم مع بعض وكل واحد فيهم يعني حبدأ بالمنصق المنصق ده فيه تحت ايده فريق من العاملين بيتسلسل بوظيفة مرائب وبعد كده مفتش وبعد كده بيجي معاون وبعد كده بيجي مساعد معاون في النهاية انا هدفي اساهل مهمة البنات اللي قاعدين مع حضرتك النهاردة ومنهم بنات من مسؤولين عن التعداد في الزاوية الحامرة والسيدة زينب ومنهم برضو مفتشين بيشتغلوا في منطقة الزاوية بننزل كفريق عمل بينزل معهم اللي بيفرق تعدادنا السنة دي عن اي تعداد تعدادنا السنة دي اسمه التعداد الالكتروني المنظومة الالكترونية دي بتتطلب غرفة عمليات لان اساليب الرقابة عندنا بقت مختلفة زمان كنا عشان اتأكد من نسبة انجاز او اتأكد من تواجد العاملين على الارض كنت اضطر اركب مواصلة وروح النهاردة انا من خلال عندي غرفة عمليات برضو منها مسؤولين عندي مهندس محمد عبغفار الأستاذ محمد فاروق بيتابعوا لي على الارض من خلال شاشة بتابع حركة الناس دي كلها هم النهاردة موجودين في الميدان ووصلوا الميدان الساعة كام نسبة انجازهم بالساعة واعمله تتبع لمصاره واعرف هو موجود فين دلوقتي وحجم انجازه اليومي مجرد ان انا اتكى على زرار في البرنامج اللي احنا بنتابع رقابة الالكترونية زمان رقابة الالكترونية بتوفر جهد ومال ودقة بيانات منظومة متكاملة انا عايز اقول برضو ميزة على التعداد الالكتروني زمان كانت النتائج بتاعت التعداد عشان نصدرها كنا بنقعد حوالي 18 شهر النهاردة بالتقنية الجديدة دي انا بطلع بصدر نتائجي خلال 6 اسابيع الى 8 معروف الاحصاء والاحصائيين ان البيان الاحصائي لو تعرض للتقادم فقط قيمته انا لما اقول لي مسؤول الامية في مصر من 18 شهر هابني خطتي الاعداد بتختلف وخصوصا لما بلغ حضرتك ان انا عندي معدل نمو سكاني في مصر 2.4 من 10 عندي طفل كل 17 سنين اتخيل مع السرعة والدينميكية دي انا محتاج بيان محدس فده اللي بيتحولي التعداد الالكتروني طب بسأل حضرتك فندم عدد الشباب المشاركة في حملة التعداد قد انا بما ان انا مسؤول عن التعداد في 3 محافظات قليم القاهرة الكبرى بيبلغ عدد سكانه حوالي 23 مليون يعني حوالي 25% من سكان مصر معايا اكبر عدد من العاملين معايا اكتر من 6800 شاب لكن داخل القاهرة معايا 2700 شاب تم تدريبهم ازاي بقى السفوزي واكيد برضو بيقابلهم حاجات ومشكلات ازاي حضرتكوا تقدروا تدربوهم على هذه تم تدريب على اعلى مستوى وفرنا لهم مقرات الاول بالتعاون مع المحافظات انا بشيت بدور الاجهزة التنفيذية والمحافظين لان المحافظ يعتبر هو رئيس اللجنة العالية لتعداد داخل محافظته فلاقيت كل تعاون من محافظين القاهرة والجيزة خص بالذكر اللي هو كمال الدالي وفرنا مقرات على اعلى مستوى مجهزة بمساعدات تدريب اكتر من 103 مقر تم توفيرهم لي كان البداية توفير المقرات بمساعدات التدريب بعد كده كان فيه خطة معمولة في الجهاز بشكل مركزي لاعداد النخبة من المدربين بطريقة التي او تي تم اعدادهم بشكل رائع بشكل غطى كل جوانب النواحي الفنية والميدانية وبعد كده اتفرعت النخبة دي وتم التدريب على مستوى المحافظات برضو داخل المقرات وحصلوا على جرعة تدريبية عالية ازاي يعملوا مقابلة نكحة ازاي يتعاملوا مع حالات الرفض وقالية التعامل مع حالات الرفض وازاي يقنع الاسرة وازاي يبدد الشائعات اللي انا هقول لحضرتك عليها بعد شوية اللي بتصاحب كل تعداد انا بسأل حضرتك التدريب ده شايف ان فيه ما شاء الله عدد كبير من البنات وعدد كبير من الشبات اكيد برضو بيقابلهم مشكلات وفيه برضو ظهرت في الاولى الاخيرة شائعات على مندوبي تعداد السكان عايزين نعرف حضرتكو بتتعاملوا ازاي مع المشكلات انا طبعا سعيد بالسؤال ده وبتمنى ان الاعلام يساعدنا في ان احنا نقضي على الهجمة الشارسة دي اللي الهدف منها انها تأثر وتشوه مشروع قومي بيوفر قعدة بيانات ضخمة للبلد ويعتبر كنز بيانات وبيهددوا فان شاء الله من خلال قناة الحياة من اقدر اقدم صورة عن اللي بيحصل كل اولا احنا بنشتغل تعداد البيانات بحكم القانون بيانات سرية انا عايز اطمن الناس فيه قانون بينظم عملية الاحصاء اسمه القانون 35 لسنة 60 المعدل بالقانون 28 لسنة 1982 القانون ده بنص على سرية البيانات وفيه مواد عقبية لأي حد حتى من العاملين داخل الجهاز يفشي سر من اسرار الاسر او سر من اسرار الصناعة يعني ان احنا بنعمل تعداد كمان للمنشآت والمدة العقبية بتاعته حضرتك مش لا تزيد عن شهر لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد لا تزيد عن ستة شهور وغرامة وغرامة مالية البيانات انا اللي بجيبها من الناس اللي هدف بجيبها بطلحها بتصدر في صورة جداول رقمية الناس معتقدة ان انا بروح لسين من الناس انا بروح لسين من الناس كعنوان اطار عشان اوصل للأسرة لكن بيانات التعداد كلها بتطلع في صورة رقمية مدمجة يعني البطالة في شبرى الخيمة مثلا ما بقولش مين متعطل في حي في شبرى الخيمة اسمه ايه اما بجيب عدد الارامل او المطلقات او يعني اي حالة من الحالات دي ما بقولش اسمه ايه لكن بطلعه في صورة ارقام يبقى انا بطمن الناس البيانات سرية بتطلع في صورة ارقام البيانات دي لصالحك وبدرب ولادي انه هما يقنعوا الناس ان البيان ده لصالحه فطبعا كل حد قاعد معي على التراويزة هنا عارف اهمية التعداد واهدافه وبيبدأ حواره مع الاسرة ان هو يحاول يرغبهم عشان يتعاونوا لان ما فيش بيت في مصر ما فيهوش واحد بيعاني من بطالة ما فيش منطقة في مصر مش محرومة من من المرافق التعداد الهدف منه انا بدي للدولة بيانات عشان تخلق فرص عمل للشباب عشان تمد المرافق للمناطق المحرومة او تعظم او تحسن من الخدمات اللي موجودة بيقدم بيانات كتيرة بالشكل ده استاذ حوزي يعني بنشوف بعض الشائعات اللي بتنال من المعاونين والمساعدين مع حضرتك ان هم قال يعني بدخلوا البيوت وان هم بدخلوا يعني هل ليهم الحق ان هم بدخلوا ولا فيه تعليمات حضرتك بتقول هلهم ان فيه مساحة معينة بيقفوا عليها التعليمات اللي بتوجهوها لي احنا بندربهم من اللحظة الاولى اولا على اداب التعامل لان انا بسميها اداب الدخول الى المنازل انا كل معاون معايا عارف ما بيجي يخش على بيت ما بيخشش اولا لو لا حتى بعض الاحياء عندنا الناس البسيطة بيبقوا فاتحين البيوت ما بيخشش الا لما يسقف بايده ويقول سلام عليكم ويتطمن وحد اولا ممنوع ان هو يدخل هو بيدي البيانات كمان من على الباب وكمان بيقى معا اي دي احنا عاملين له اي دي احنا عاملين له اي دي في علامة مائية صعب بتزويره بيقدم الاي دي بتاعه كل الضمانات واخدنها للأسرة المصرية لكن فجئنا ان زي ما قلت لحضرتك برضو هاجمة كده مش مفهومة احنا بنعرف انا واحد مسؤول هنا على الإدارة المركزية اي بنت من بناتنا او اي شاب من الشباب بيحصل له اي مشكلة امنية انا بتبلغ بيها فورا اي حالة تم تسجيلها من خلال الاجهزة الامنية داخل محافظة القاهرة او الاليوبية او الجيزة حد انتحل فيها شخصية مندوبة عدد ومع ذلك بنبص الاقي حد مفابرك فيديوهات على الفيس وعمل حالة تمثيلية كده غريبة انا بطمن الناس مفيش اي حالة مسجلة الى الان فيها اي انتحال وبتمنى من الناس دي يعني ان ربنا يهديهم انا بشكو حضركوا سيد فاوزي وانا شايف المعاونين مع حضرتك استأذنك اخد لقاء معهم وبتعربي كيف هند سليمان غرفة متابعة مكتب جنوب القاهرة اساسة هند البرنامج انتو اتدربته عليه ازاي نزلتي قبل كده احتكيتي بالجمهور ايه المشكلات اللي بتقبلك وزاي بتقدري تتغلبها الاول ان انا رحت مدينة اكتوبر التعليمية عادنا فيها ثمانة ايام متواصلين خدنا تدريب على المفاهيم الاحصائية كاملة خدنا تدريب على البرامج التكنولوجية وازاي التعامل مع التابلت وخدنا تدريب على فان المقابلة ازاي ان احنا نقابل الناس ازاي ان احنا نقنعهم لو حد رافض انه هو يدينا البيانات بتاعته يعني كل حاجة طبعا اتعملنا مع الجمهور قبل كده ونزلنا شوهنا الناس اللي بترفض والناس اللي بتوافق فيه ناس سالسة معنا جدا فيه ناس بتبقى صعبة شوية بنحاول طبعا ان احنا نقنعهم لو احنا ما قدرناش نقنعهم بتشوف الاعلى مننا ممكن ييجي معنا ويقدر يقنع الناس ايه رأيك في المشروع القومي لتعداد السكان وليه انت قررت ان انت تشتغلي لأ طبعا مشروع يعني مفيد جدا للبلد هيقدر يفيدنا في ان هو يوفر خصائص الافراد يوفر خصائص المباني المنشآت لازم نعرف برضو عندنا منشآت قد ايه منشآت المتخصة المش متخصة عشان نوفر كل حاجة للدولة انا باشو حضرك فنم شكرا جزيلا ان اخد احدى المعاونين بتعرب حضرك فنم محمود دي برهيم يا خدم سوز محمود المهمة بتاعيك وشقة ما في الشك انت قررت ان انت تشتغل الهدف من قرارك ان انت تشتغل في هذه الشغلان او هذه احنا بنحاول بس يعني نشوف كمان في حاجة تانية بس احنا بنحاول نمكز عليها اللي احنا بنشوف الخلمات اللي نعصة في المناطق في حاجة تانية اللي احنا فيه عندنا رقم تعدية اصلا معمول لكل واحدة ساخنية المفروض اللي احنا دي بنمكز عليها علشان نشوف لو في اي حد عنده اي مشكلة يقدر اللي هو من خلال الرقم اللي احنا بنعمله ونقدمهله بس بعدنا بناخد البيانات بتاعته ونسجلها دي بنبتدي فيه ما بعد بنديله الارقام ده هي تعالى السلو لو عنده اي مشكلة من خلال الرقم ده بيقدر يحدده الوحدة بتاعته اني واحدة فاني هدور فاني منطقة فاني شارع دي من ضمن الحاجات اللي احنا المفروض بنعملها حاجات تانية بنشوف الخدمات المفروض نقص عنده في المنطقة ايه في حاجات تانية اللي احنا بنشوف الوحدات الخالية الوحدات اللي اريدي في المنزل نفسه المنازل اللي محتاجة تطوير تسبوش حاجة الحمد لله يعني بنحاول الى قدر يعني على حد الى حد ما اللي احنا نشوف اي حاجة ناصف المنطقة اللي احنا بنقدر اللي احنا نوصلها علشان لو في حد يقدر يعمل اي حاجة في الحاجات دي ينفرزها سمح مود بتقابلوا ناس متعاونة وفي ناس مش متعاونة وفي ناس فاهمة وناس مش فاهمة انت ازاي بتقدر تتعامل مع الناس دول وايه مشكلة كبيرة وجهتك وقدرت ان انت تتغلب عليها او تجيب المعلومات من بطن هو في ناس مسلا بتخاف اللي اتفتح طبعا الباب اصلا عشان تدريك الكثير من ده فانا بقول لهم انا في الامر واحدين تلاتة طبعا بيبقى عن دعين سحرية فانا بديله الى اي دي بحضوله الانت انا ممكن حضراك ما تفتح ليش الباب ممكن حضراك طولي منوار الباب طولي بس البيانات انا مش اكتر من اللي انا بعمل اللي احضراك الخدمة ده الاشان نراكم اتاديد دوارد فيما بعد اي مشكلة تبقى تقدر اللي انت تتعمل في الكلام دو من خلال الراقم بس فاللهو بيبتدي لو هاي الجيوب معايا وبعد كده فعلا مما يفتح رح ما خبط على كذا باب في نفس الوقت على ساللهوية باب مطمن اكيد اللي انا اللي انا حعمل حاجة مش عاملها لكذا واحد في نفس الوقت مش حاضر اللي انا بقى رايف قدامه فبهو من حتة دي اللي هو بيتطمن اللي انا بخبط على كذا باب في نفس الوقت فبيفتحلي الباب وريدي لو حد فتحلي فيروح هو اللي كان نواف وقال الباب بيفتحلي الباب تاني بيتطمن بالزبط كده بطعر بيك فانو هبه هشام حسين هبه هشام حسين مفاتش في منطقة السيدة زينب اسادي هبه انتي كبنت بقى المهم بتاعتك شقة ايه المشاكل اللي بتقبلي المشاكل اللي بتقبلي ان فيه بعض الاشخاص بيرفضوا يعطوا البيانات للمعاونين اللي معاية فانا بتوجه معاهم ان هو بيشوف حالات الرفض دي ببعرفهم بنفسي واباهمية التعداد وفيه حاجة كمان يعني لو برضك رفضوا فبقولهم من المادة الربعة عندي هنا في الاي دي بتاعي ان فيه هنا المادة الربعة من القانون من القانون 28 لسنة 82 ان في حضرتك لو في حالات الرفض انا دلوقتي هقدر اعمل محضر او اساعد الامر وبرضا يعني قبل ما اعمل حاجة زي كده انا بوجهه ان انا فيه خدمة تانية هقدمه له في شهر ثلاثة ان فيه حاجة اسمها الرقم التنظيمي لكل وحدة الرقم التنظيمي دوت هو اللي هيستفاد بيه ان هو يقدر يعمل تجديد لأي متقط تموين اي خدمات من مياه كهرباء اي مصلحة حكومية مش يقدر يستفاد بيها الا من خلال الرقم التنظيمي ده فهو يعني فيه ناس بتستجيب معي واو ما بيسمعوا عن الرقم التنظيمي ده فبيدوا البيان للمعاون اللي معي وفيه ناس بترفض فبقا اضطر ان انا اصعد الامر اللي الاعلى مني كلمراء بس بس معظم يعني فيه حالات تعاون معي كتير جدا الحمد لله الناس متعاونين بشكرك فنن بتعرف بيكي وعايزك اعرف منك الهدف ان انتي قررت ان انت تشاركي في حملة زي كده وشايف حملة اتعداد السكاني اهميتها ايه دينا بدر مفاتش دينا بدر مفاتش السيدة اه هو الفكرة كلها ان احنا بس المشكلة اللي بتقابلنا خصوصا احنا بنشتغل في منطقة شعبية اه ان الناس بتبقى فكرة ان احنا راحين اه اولا لفرض ضرائب او اه احنا فيه قوامر هدد او حاجة زي كده احنا لا خالص احنا الفكرة كلها ان احنا بنساعد الدولة ان احنا نقدم قاعدة بيانات من خلالها اه هنوفر حاجات كتير جدا يعني من خلالها اي نواقص في البلد هتقدر من خلالنا احنا ان احنا بنوفر البيانات دي اه ففي بعض الناس بتبقى متخوفة شوية من من يعني فكرة الهدد او فكرة الضرائب تاني بأكد لان هما دول اكتر حاجتين عاملين مشكلة بالنسبة للناس يعني الناس بتتخوف منهم اه فكرة ان انا اشارك اه هو الفكرة انه هوا مشروع قومي وانا شايفة انها حاجة هتبقى بتفيد البلد وبتفيدنا احنا كشباب لان احنا نسبة البطالة عندنا عالية جدا اه انا مثلا مهندسة يعني ما لقيتش بعد ما اتخرجت من الكلية ما لقيتش ان انا في فرص كتير متقدمة لي لأ فهو دي من ضمن الحاجات اللي برضو بتساعد انها هنعرف نسبة البطالة قديه نقص الخدمات في المناطق كلها وفي المناطق الشعبية تحديدا لان دي يعني مش كتير واصلة المسؤولين مهمين في البلد يعني دايما بنبقى مهتمين بالمناطق الكويسة والمناطق الشعبية دي قلال جدا اللي بيوصل له فبس من طريق البيانات اللي احنا بنقدمها ان شاء الله نقدر نساعد المناطق دي انا يعني بشكركم كتير جدا على كل الجهود اللي بتقوموا بيها ويعني كنا بنحتفل من ايام بليوم العالمي للمرأة وشايفين ما شاء الله ان انتوا عادتكم كبير جدا النهاردة وانتوا بتشاركوا في مشروع قومي زادة النهاردة حلقتنا مش انتهت كده لا دا احنا هننزل ونتابع مع المندوبين ونشوف المشاكل اللي بيقابلوها ويه الصعوبات اللي بيواجهوها وازاي ان هما بيقدروا يشتغلوا في جو مليء بالصعاب هننزل معكم الى ارض الواقع تابعونا وخليكم عانا اهلا بكم اعزائي المشاهدين نزلنا الارض الواقع مع مندوبة اعداد السكان نحن الان تحديدا في منطقة الزاوية الحمراء احد المناطق العشوائية هنتعامل النهاردة مع الجمهور وهنشوف النهاردة مندوبة اعداد السكان بيتعاملوا ازاي مع اصحاب المناطق العشوائية وسكان المناطق العشوائية معنا محمود هتعمل يا محمود وإحنا النهاردة إن شاء الله هنبتدي بمبنى تعدادي 56 الأستاذ ريهام عبد العزيز اللي هي المعاونة رقم 7 ده بداية البلوك بتاعها فهتبتدي إن شاء الله تستوفي البيانات مع الأسر وإحنا حالياً دلوقتي فاتحين الإطار بتاعنا أو الخريطة بتاعتنا جايباننا إن ده بداية البلوك وهنبتدي إن شاء الله الأستاذ ريهام تبتدي تفتح الخريطة بتاعتها وتشتغل على الأساس وإنت يا ريهام تعمل إيه؟ المفروض إن أنا دلوقتي أخبط على الأسرة هبدأ من أول أسرة موجودة تحت في أول شقة هستوفي بياناتهم في حالة إن الأسرة موجودة في حالة إن الأسرة مش موجودة هرجع لها تاني مرة تانية آخر النهار تمام اتفضلوا هو ده البيت اللي إحنا طلعينه لو حصل مشكلة مع المعاونة ولا حاجة فأنا بموجود معها سواء وائف بورا البيت أو معاها جوه بحيث إن أنا أقدر أتغلب على المشكلة ده اتفضلوا طب نطلع ونصور معاكم خليكم معنا أعزائي المشاهدين هنشوف العملية ميدانياً وعملية حية من جمع المعلومات نحن الآن مع مندوبي تعداد السكان تحديداً في المبنى 56 تعدادي هندخل ونعمل إعاشة حية لرصد وعملية وضع البيانات في التابلت الخاص بتعداد السكان تفضلوا تعداد السكاني السلام عليكم إحنا قناة الحياة فندم وإحنا جايين بنعمل إعاشة حية ورصد لعملية مندوب تعداد السكان بياخد بيانات من حضراتكم فهل إنتو حابين إن إحنا نصور وهم بياخدوا من حضراتكم البيانات فضل صد فضل لي يا أستاذ ريهام سيسألوا بس حضراتكم شوية أسئلة كده بخصوص تعداد السكان حضرتك مقيم هنا في الشقة حضرتك رب الأسرة رب الأسرة هنا في الشقة ولا أنا بتكلم حضرتك منها تمام شاءت حضرتك يا فندم دي في الدور الأرضي الأرضي آه ملك ولا إيجار لحضرتك لا ملك ملك الحضرتك ولا حضرتك وارسها عن حد باسم الحجة تمام حضرتك رب الأسرة ولا الحجة إن شاء الله تمام بس أنا اللي مسؤول عنه ما إيجارة آه باسم حضرتك؟ آه باسم حضرتك لحضرتك باسم الحجة إيجارة تمام تمام اسم الحجة إيجارة؟ سعيد علي حسن سعيد علي حسن تمام اتنين بنات واتنين صبيان يعني هنا في في الأسرة اتنين ذكور وثلاثة إيجارة تمام آه هاستاذ اتشرف باسم حضرتك؟ خالد كمال إسمعيل أستاذ خالد كمال إسمعيل تمام آه أستاذنك في رقم الموبايل؟ 0100 1516 0100 1516 16 431 431 تمام تمام أستاذن حضرتك في الرقم القومي رقم البطاقة خلال عشر أيام هيجل حضرتك رسالة على الموبايل من الجهاز المركزي للتعبية والإحصاء حضرتك تقدر تدخل على النات تتسجل بقية بيانات الأسرة في حالة أن حضرتك ما دخلتش على النات وسجلت بقية البيانات في أحد منذوب التعداد هيجل حضرتك ياخد من حضرتك البيانات وبعدها بعشر أيام أخرى هنيجي نسلم حضرتك كارت تنظيمي الكارت ده بمثابة قد عائلي هتتعامل بيه مع أي جهة حكومية خاصة بالأسرة اللي موجودة هنا في الشقة تمام متشكرة لك جدا سلام عليكم أنا بسأل حضرتك كتر خيرك بنشكرك على مدى تعاونك وتجاوبك مع منذوب التعداد السكان عايزة أسأل حضرتك أنت ليه تعاونت معه؟ والله برضو اعتبار مصلحة ليه ولعيالي يعني على الأساس برضو يبقى كل طفل أو كل مثلا فرض متسجل مثلا فيه ببيانات وقعدة بيانات يبقى برضو بعد كده في المستقبل إن شاء الله يبقى خير ليه وإحنا عايزين هي أكتر من كده بعض المواطنين بتخوافوا من منذوب تعداد السكان وحتى في البعض بيقفلوا البف وشوهم ما بيردوش؟ فعلا حصل الكلام دوات والراجل برضو كان جاي بيه على سن في الناس فكرة فيه ضرائب فيه مش عارف الناس تعبانة برضو وفكرة اللي فيه الموضوع يخش في تأمنات وضرائب وفتاهم ممكن تجعلهم بغرامة لكن هي سهلة جدا إن شاء الله خير حنا عايزين من الخير فيه في البلد وفي الرئيس إن شاء الله أنت تعرف إن من خلال التعداد السكاني ده إن فيه خدمات الدولة ممكن توفر هلك وتوفر للمواطنين مش زي ما الناس متخوفة كده زي ما حضرك بتقول ضرائب وتبقى فيه خايفين النتيجة عليهم مشاكل إن شاء الله برضو يبقى الدوري الأكبر على الإعلام برضو وع حضراتكم على ستبقى إيه تفاهموا الناس بقدر أكبر الناس غلابة وبس عايزين حد يفاهمهم إيه بصراحة وإيه ويكون فيه مرضو يعني إيه طمئنان من ناحية الشعب لإيه للإعلام وللناس اللي مسكة في البلد وربنا المعين إن شاء الله مشكورك فنم شكرا جزيلا وده كان لقاءنا النهاردة من داخل إحدى الأسر مع إحدى الأسر من داخل إحدى الشؤع هن تواصل معكم ومع مندوب تعداد السكان وهنروح أيضا إحدى العقارات ناخد البيانات الخاصة بتعداد السكان تابعوا معنا اشتركوا في القناة انتقلنا لمنطقة أخرى وهي الآن نحن متواجدين في منطقة الزمالك بعيدا عن منطقة الزاوية الحمر منطقة الزمالك رغم رقيها لكن هناك مشكلة في هذه المنطقة بالنسبة لمعاوني تعداد السكان وهي عدم تعاون المواطنين معي الآن مندوب تعداد السكان بتعرف بهم بتعرف بك فنم؟ صبري حسيني نفاتش مطقة الزمالك مونيرا بدموا معاون الزمالك صبري إحنا رايحين فين دلوقتي؟ ندخل إن شاء الله على العمارة دي حسب خط سر المعاون وحنبدأ ناخد أول أسرة أو أين كانت إذا كانت منشأة أو أسرة سكانية حنشوف التوصيل بتاعها لما نخش إن شاء الله ماشي تفضل تابعوا معنا ما حضرتك مميزة من الجهاز المركزي العامل تعباء والأحسن إحنا بس بنستأذن حضرتك إحنا قناة الحياة ونزليم مع مندوبة إعداد السكاني بياخدوا حصر لبيانات والمعلومات فبس تأذنك هل ممكن نصور ده ولا ما فيه مشكلة بالنسبة لي؟ تمام تفضل إفاق حضرتك إحنا بناخد عدد المنشآت وعدد السكان فأنا كنت بس محتاجة اسم صاحب المنشآة والمنشآة عبارة عن إيه طب أنا أعرف منين لحضرتك المندوبة بتاعت عدد السكان أنا معي أعيدي إثبات شخصية بأسمي وبالختم الجهاز ده وزير الداخلية بيبقوا عاملينه ومش يعني مش أي كلام هو إثبات شخصية من الجهاز المركزي العامل التعباء والأحزن تمام أما ممكن ناخد الاسم؟ خليل يتحنع واسم المكان المنشآة؟ مكتب النور تسوير مستندات ماشا مرسي قوي لحضرتك وفرصة سعيدة شكرا أنا عزيس على حضرتك فانديم مدى التعاونك وتجاوبك أنت حضرتك وفقت في بعض الأشخاص والناس كتير رفضوا أنهم يتعاون مع مندوبة تعداد السكان وفقت حضرتك وإيه تعاونك ده أنت شايفوا ليه؟ نحن لازم نتعاون مع بعضنا ومع الحكومة وده ما فاشا أي مشكلة في أي حاجة بعض المواطنين بيتخوفوا يعني بيقول ده مش ممكن ما يكونش مندوبة تعداد التخوفات دي ليه؟ لا أولا ناس متخيلا لإعداد السكان ده عشان الضرائب مش عشان إعداد السكان بس يعني هم متخيالين إن ده هيعود على العقارات بدرائب أو الكلام ده كله بس ها ده المشكلة حضرتك شايف أهميته كمواطن انت شايفك أهميته ونظرا نتعاونك ده شايف أهميته؟ يعني أهميته اللي احنا نعرف بإحنا وسنة قدية عشان الضغط اللي بيبقى موجوده والمواصلات والكلام ده كله والغلوة بس بشكرا حضرك فنم شكرا جزيلا شكرا جزيلا بنتابع معكم برضو بنروح لإحدى المشاقات الخاصة وبنتابع معكم مع مندوبة تعداد السكاني بتابعوا معنا وخليكم معنا هناك عدد كبير من المواطنين رفضوا إن هم يتعاونوا معنا في البعض ووافق يعني احنا في منطقة رقية من المفترض أن هناك ناس كتير مصقفين في منطقة الزمالك مستواهم التعليمي أعلى نطلع فوق ونشوف مدى تجاوب السادة المواطنين في جمع البيانات من قبل مندوبة تعداد السكان اتفضلوا معنا يعني احنا حاولنا إن احنا نجمع بيانات من إحدى الأسر رفضوا وتخوفوا وتحججوا أن هناك ضيوف معهم ورافضوا إن هم يصوروا ده اللي كان مندوبة تعداد السكان بيكلموا فيه إن عدد كبير من الأسر بترفض إنها تسجل وتجمع البيانات الخاصة بها قد يكون البعض بيتخوف قد يكون البعض غير متعاون نروح في أماكن تانية ونحاول ناخد أراء المواطنين في جمع البيانات وبنحاول مع مندوبة تعداد السكان إن احنا نزلل العقبات ونغير مفهوم المواطنين تجاه مندوبة تعداد السكان ابقوا معنا ننتقل لمنشأة أخرى هندخل هنا المنشأة دي هنشوف أستاذ المواطنين هيتعاملوا زي مع مندوبة تعداد السكان اتفضل للأسف سكان العقار بالكامل رفضوا تعاونهم مع مندوبة تعداد السكان دي مش أول عمارة أو مش أول شقة إن احنا بنتعامل معها لأسف رفضوا التصوير أساسا من المفترض أن منطقة الزمالك إحدى المناطق الرقية هناك تعليم عالي بها مثقفين على أعلى مستوى على عكس منطقة الزاوية الحمراء اللي كان هناك تعاون كثير من منطقة الزاوية الحمراء وهي مفترض أنها منطقة شعبية بشكركم وبشكر كل مندوبة تعداد السكان على كل مجهودهم وبشكر الأستاذ صابري وبشكر الأستاذة نادا شكرا جزيلا لمجهودكم وإن شاء الله تلاقوا تعاون أكتر من كده من أستاذ المواطنين في منطقة الزاوية مرسي شكرا شكرين على مجهودكم ربنا خليكم وبعدين يا رب إن شاء الله الناس تتعاون معنا عشان هلنا بنعمل عمل قاومي لمصر كلها شكرا جزيلا وننتقل بكم أعزائي المشاهدين للإدارة المركزية لإقليم القاهرة القبرى نعرف مع الأستاذ فوزي رئيس الإدارة حصيلة اليوم وكل ما تم داخل الغرفة المركزية وأيضا البيانات التي جمعها مندوبة تعداد السكاني في إقليم القاهرة القبرى ابقوا معنا أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين وبعد يوم شاق وبعد رحلة طويلة من العمل مع مندوبة إعداد السكان أنا اللي برحب بحضرتك وبشكرك على مجهودك وتعبك معنا النهاردة أنا أول ما برجع النهاردة بعد رحلة العمل الشاقة وعدد ساعات العمل الطويلة ببدأ في تقييم النتائج يعني ببدأ أشوف أنا حققت قد إيه من المستهدف لأن أنا عندي خطة يومية بشتغل عليها عدد مباني وعدد وحدات ببتدي من خلال فريق المتابعة اللي عندي الأستاذ محمد فاروق بيبتدي أقدم لي تقارير عن حجم الإنجاز اللي حصل النهاردة يعني النهاردة إحنا قدرنا نحقق على مستوى المباني نسبة 56.7% وعلى مستوى الوحدات السكنية 63.9% بقعد أحلل بقى ليه أنا مقدرتش أوصل لنسبة أعلى من كده وأشوف المعاوقات وده بيبقى بيساعدني فيه اجتماعات دورية بعقدها مع الميدانيين وعود معهم ونتواجه ونشوف إيه اللي بيقابلوه ومعظم المشاكل اللي بتقابل الناس بتدور بسبب أو يبقى سببها الأساسي غياب الوعي الأحصائي لأن غياب فكرة التعداد عن الناس أو المفهوم الخاطئ عن التعداد هو اللي بيخلي معدلات الاستجابة أحيانا ما تبقاش بالنسبة اللي احنا بنأملها يعني مثلا إحنا عندنا النسبة عدم الاستجابة في المنشآت بتبقى عالية شوية لأن بعض الناس بيواجهوا مندوب التعداد بتاعي يقول له لأ أنت بتقول تعداد سكاني ده علاقته إيه بالمنشآت لأ أنا بقول التعداد بتاعي هو رصد لكل الموجودات والمفردات اللي موجودة في المجتمع يعني أنا بجيب من زي ما قلت لحضرتك تعداد ثلاث مراحل مباني وسكان ومنشآت المرحلة الأولانية المباني بجيب خصائصها المرحلة التانية السكان بجيب خصائصها والديمجرافية المرحلة التالتة عايز أعرف حجم النشاط اللي في مصر وحجم المنشآت العاملة ونحة وحجم العمالة اللي فيها والكيان القانوني الخاص بيها أن حضرك عارف أن فيه منشآت كتيرة جدا وعايز أعرف القطاع الخاص بيساهم بقد إيه في توفير فرص عمل فالمنشآت هي جزء أساسي من التعداد ودي بنعملها في آخر المرحلة وبرضه فيه شائعات تانية اللي أنا بلغت حضرتك بيها في البداية أن الناس دايما بتفتكر أن إحنا لدينا علاقة بالضرائب أو الدعم وكل ده عاري تماما من الصحة وأنا هخلي الأولاد اللي معايا يتكلموا مع حضرتك باستفادة في النقطة دي أنا بتعرف عليك ريهام عبدالعزيز معاون في منطقة الزاوية الحمراء ريهام إيه اللي رصدتين نهاردة على مدار اليوم كان في بعض الأسر رفضت تتعاون معاك أسباب الرفض إيه المشاكل لواجهتي هو في أزياد من 70% ناس بتستجيب الناس اللي بترفض الاستجابة بتبقى بسبب أن هم مش متواجدين أو ناس كبار في السن وما فيش حد مسؤول موجود يقدر يدي البيانات في بعض الناس شايفين أن هم عدم إدلاق البيانات مالوش راجع صدق أو مالوش استفادة فإحنا من خلال دورنا بنوضح لهم أهمية الإدلاق بالبيانات بخصوص الأرقام الإحصائية وإزاي بتفيدهم في أن نحن نقدر نقيم كل منطقة نسبة عدم تواجد مرافق أو نسبة خدمات متواجدة بشكل قليل ونبدأ برضو نعرفهم أن في استفادة مباشرة من خلال الكروت التنظيمية اللي بيستلموها وهيتعاملوا بيها مع الجهات الحكومية في بعض الناس بتبقى خايفة تدي بياناتها مش عارفة أنا مين ببدأ أعرفها أنا مين والجهة اللي أنا تابعة ليها وأن البيانات بتاعتها بتبقى في سرية كاملة بالنسبة لبردو المنشآت زي ما أستاذ فوزي قال بيبقوا شايفين أن أنا كمنشآة ماليش علاقة بتاعداد سكان هنا مفيش أسرة ده مكان شغل وبفتحه ساعتين ثلاثة هتغذي مني بياناتي تعملي بيها إيه بنبدأ برضو نوضحهم نوضح لهم أن أنا بعرف كل منطقة عدد المنشآت المتواجدة فيها علشان نقدر نعرف الأنشطة اللي فيها عجزه والأنشطة اللي متواجدة بقسرة في كل منطقة بس أنا بتعرف بك فنم وتقول لي اسمك إيه وتقييمك لإداء النهاردة محمود عشري أنا بشتغل مفاتش في منطقة الزوايا الحامرة ومسؤول عن فريق عمل مكون من ثمان معونين والحمد لله النهاردة قدرنا أن إحنا نخلص جزء كبير من الشغل بتاعنا تقريباً واحد وسبعين وتمانية من عشرة من الأسر المستهدفة طبعاً الفضل يرجع لربنا سبحانه وتعالى في الأول ثم المعونين اللي معايا يعني الحقيقة بيبزلوا جهد رائع في أن هما يتكلموا مع الأسر إلا أن طبعاً في بعض الحالات اللي بتقابلنا اللي هي بيبقى مش متواجدين أو بيقابلنا حالة رفض طبعاً هما المعونين عندي متضربين كويس جداً أن هما يقدروا يقنعوا الناس إزاي يقولوا لهم فايدة التعداد إيه في المحصلة النهائية لو الأسرة عندي تقفلت بقدر أنا كمان أعمل لهم زيارة تانية في توقيت مختلف ببدأ شرح لهم فايدة التعداد إيه أبتدي أقول لهم يا جماعة إحنا فيه رقم تنظيمي المفروض أن الجهاز جهاز تعبال عامة والإحصاء بتعاون مع الإنتاج الحربي هيصدر بطاقات ممعنطة البطاقات ديت هتبقى خاصة بكل أسرة الأسرة مش تقدر غير من خلالها بس تجدد بطاقة التموين تتعامل مع كافة الهيئات الحكومية فده بيبقى ما دخل تاني للأسرة اللي فيها رفض لو برضو ما اقتنعش بالطريقة ديت وما شافش فايدة منها بضطر أن أنا أوضح له أن البيانات ديت إجبارية ما هياش اختيارية وأن فيه معادة عقوبية بالقانون بتلزمه أنه يديني البيان ده وفي الآخر الحمد لله إحنا بنقدر نقلس نسبة الرفض اللي موجودة عندنا وربنا بيكرمنا الحمد لله نعم الحمد لله تماما إحنا الفكرة كمان إحنا كل ما بنبقى متواجدين في المنطقة إحنا أول يوم أو أول أسبوع عندنا في الشغل ما كانش الناس لسا عرفينا دلوقتي المعاون مثلا رقم سبع عندي رهام عبد العزيز في المنطقة بتاعتها المنطقة كلها عارفة الناس كلها عارفة أن هي ده تمندوبة تعداد وممكن هي تبماشية يتلاقي حد بينادي عليها أستاذ أنت جيتنا مبارح وإحنا ما كناش موجودين إحنا لو سمحتي عايزين نسجل الناس الوعي زاد عندها في الفترة الأخيرة أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمود أستاذ فوزي أعايز برضو حضرتك نشرح كده حاجات الدعم بقى الفني والمشاكل التقنية إزاي أنتو بتتجلبوا عليها لو فيه تاب هنج أو عطل أو مين اللي بيتعامل معه طيب أنا حب بس أضيف حاجة بسيطة قبل ما انتقل الجانب الفني إحنا برضو بنقول للأسر المصرية جهاز عندنا بزل مجهود غير عادي وعمل بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم النهاردة التعداد ووظيفة الأحصاء وأهميتها في المجتمع بقت مادة مقررة على أولادك يعني حتى أسألوا أولادك الصغيرين أربع مواد دراسية في مختلف المراحل الدراسية من أول الابتدائي للغاية إعدادي وسنوي عندهم في الدراسات في الرياضة في الإنجليزي في العربي بقت موجودة مادة التعداد فعايزين تطمنوا أكتر وتعرفوا عن التعداد اسألوا حتى أولادك الصغيرين ودلوقتي هتنقل لجانب في منتهى الأهمية اللي هو الجانب الخاص بالتكنيكال صبورت لأن أنا بشتغل مع أجهزة ما بقيتش أشتغل مع استمرارات ورقية فبالتالي محتاج أن أنا أوفر الدعم الفني الكافي في حالة حدوث أعطال قدر الله وإزاي تتعالج بمنتهى السرعة بحس أنها ما تأثرش على مصاري العمل وبعد كده هتنقل للراجل بتاع غرفة المتابعة بس أبدأ الأول مع المهندس محمد عبد غفار الراجل التيكناك الصبورت بتاعنا مسؤول الدعم الفني بش مهندس بتعرب بيك فن بتقول اسمه مهندس مهندس محمد عبد الغفار مسؤول الدعم الفني لكليم الكارة كبرى أريد أن نعرف من حضرتك كده إيه اللي ضر النهاردة وأهم المشاكل اللي قبلكو النهاردة وإزاي قدرت تتغلبها إحنا مبدئا عندنا نعيم من الدعم الفني دعم فني هاتفي ودول أفراد مضربين على التعاون مع المشاكل الموجودة في الميدان بيتجاوبوا مع المعاون لو في مشكلة أو حتى استفسار مش شرطه مشكلة في التابلت قبلت أو البرنامج أي استفسار يخص الاستمارة أو يخص التابلت يقدر المعاون يتصل برقم تلفون مجانا موجود معاه بغرفة الدعم الفني اللي هاتفي عشان يتواصل معاون عن أي استثار أو مشاكل النوع الثاني من الدعم الفني دعم فني ميداني دول أفراد مضربين على التعاون مع المشاكل في الميدان بيتواصله مع المعاون لو فيه أي مشاكل عنده عن طريق التلفون بينتقل المعاون فورا وبيحلله مشكلته اللي موجودة في الجهاز أو في البرنامج ولو المشكلة هتستهلك وقت قاضي وعيق أعمل المعاون بيتم استدال التابلت بأخر فورا جديد علشان المعاون يستكمل شغله ونبدأ نتعامل مع المشاكل الموجودة من خلال مراكز السيانة الموجودة عندنا في حاجة قبلكم النهاردة فندم كان فيه بعض الأجهزة تأخرت شوية قدرتوا تتظبطها نحن النهاردة عملنا مع كذا نوع من المشاكل للصراحة الحمد لله تغلبنا عليها كلها معادة جهاز تابلت واحد من ضمن حوالي 150 جهاز تقريبا تم استبداله لحين إصلاحه في مراكز السيانة المشاكل كانت كلها مشاكل الحمد لله اعتيادية وتعملنا معها أفراد دعم الفني في الميدان تعملوا معها بمنطقة البروعة الحمد لله رب العمين الدعم الفني الهاتفه تلقى العديد من السفسرات وتعالوا معاكل الحمد لله أي مدى ده بيسهل مأموريك وبينجز الهدف هو الترجمة الأهم عندنا أن المعاون ما يتعطلش في الميدان يستهلك كل دقيقة في العمل وما يحسش أن فيه مشاكل من استخدام التابلت بيقدر يتواصل مع الدعم الفني الهاتفي عن طريق التليفون اللي موجود معاه مجانا بسهولة جدا ده بيسهله كتير قوي يعني مش هيقدر ينتقل لغرفة سيانة ويتواصل مع شخص موجود في مكان تاني بالعكس هو عن طريق التليفون هيقدر صاح مشاكله الأهم من جدا كله أننا نقدر نتواصل مع التابلت نفسه كا ديفايز من خلال غرفة دعم الفني يعني أنا أقدر من غرفة دعم الفني أتواصل مع الجهاز ولو فيه مشكلة أصلحها من مكاني هنا بشكرك بشماند شكرا جزيلا على جهدك باتعرف برضو بالبشماند أنا اسم محمد فاروق سليم مسؤول غرفة المتابعة ومتابعة المعاونين ومسؤول التقارير الإنجاز اللي بتطلع يوميا من خلال مهمتي هنا بأقدر أجيب المعاون وأعرف هو نزل الميدان الساعة كام وخلص الساعة كام وفيه بعض المعاونين نزلوا ولا وأقدر أجيب أضعف المناطق اللي مفاش إنجاز علشان نتحرك للمناطق دي لو فيها مشكلة فنية نحلها أو مشكلة أمنية إيه اللي رصدتوا بقى النهارده بشماندس محمد في الأداء الخاص بالمعاونين النهارده طبعا يعني معظم المناطق الضعيفة كانت في القاهرة الجديدة وقدرنا أن نوصل للمشكلة إيه ونوصل للأهالي ونحل المشكلة إن شاء الله ومن خلال برضو تقرير الإنجاز قدرنا نعرف النهارده نسبة الإنجاز اللي اتكلم عنها الساعة الفوزي في المباني اللي هي 57% وفي الوحدات 63% ومن خلالها بنقدر نقارنها بأبل اليوم اللي قابله وهنشوف اليوم اللي بعد نسبة الإنجاز هتبقى كام بشماندس محمد يعني من الملحوظ إن المناطق مش هنقول المناطق العشوائية لا المناطق الراقية هي النسب النسب بتاعتها بتبقى أقل من المناطق العشوائية ده لي علشان في بعض الأسر كتيرة بتبقى متخوفة من المندوب التعداد في أسر كتيرة بترفض تدي البيان بس طبعا لما بيروح مندوب مننا أو بيروح حد من الغرف المتابعة بيتكلم معاهم بيدوا البيان مفيش مشكلة أقل تقييم حضرتك النهارده لأداء النهارده النهارده النسب بتنجاز عليها كويسة الحمد لله بس طبعا هيبقى فيه أحسن بكرة أو بعد وكل ما بنحل مشاكل أكتر والدعاية بتبقى أكتر في التلفزيون كل ما الناس بتاخدوا عي يعني أول أيام كانت النسب ضعيفة لأن الدعاية كانت لسه محدش عارف التعداد فكانت النسب ضعيفة لكن لحد الآن النسب طبعا تبقى كويسة وخاوص بشكر حضركة بشكواندش شكرا جزيلا وشكرا لكم جميعا أنا وأستاذ فاوزي على كل الجهود اللي انتو بتقوموا بيها والمعاونين اللي بينزلوا على الأرض والعمل الميداني عمل شق بالفعل بنشكركم على كل جهود إحنا اللي بنشكر حضرتك في النهاية أنك ديتنا الفرصة دي أن نوصل للناس مفهوم التعداد والإعلام بيلعب دور كبير قوي أنه هو يعني يزود نسبة الوعي الإحصائي ويعرف الناس دور الجهاز ودور التعداد بشكرك شكرا جزيلا ودي كانت حلقتنا النهاردة أعزائي المشاهدين من الإدارة المركزية لأقليم القاهرة الكبرى إدارة من أهم الإدارات وجهاز من أكبر الأجهزة التي تعمل لخدمة المواطن فلابد من تعاون كل المواطنين مع منذوب تعداد السكان وأيضا الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أشكركم على حسن المتابعة وإلى أن ألتقي بكم في حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر